صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التليفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير يا محمد صباح الخير عليك يا منا صباح الخير والسعادة على حضراتكو في كل مكان صباح الخير يا مصر جمال حمدان الكاتب العبقاري كان بيوصف سينة في كتابه الشهير جدا شخصية مصر بأنها مصر الصغرى الحقيقة فيه شغل كتير جدا تنمية وتطوير بتحصل في سينة كل يوم الشغل ده بدأ من 2014 لما أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشروع قومي متكامل لحماية وتنمية شبه جزيرة سيناء على كافة الأصعادة من وقتها والدولة بتواصل الليل بالنهار واشتغلت على خطين متوازين الخط الأول محربة الإرهاب والخط الثاني هو التنمية الشاملة احنا هنا لما نتكلم عن التنمية فاحنا بنقصد التنمية بمعناها الشامل يعني مشروعات في كل القطاعات الصناعية والزراعية والتعليمية والتجارية كمان احنا مش بس بنتكلم عن الكلام ده احنا بنتكلم عن المشروعات الخدمية زي مشروعات الطرق والنقل الغاز الطبيعي الكهرباء الطاقة المتجددة كمان مشروعات المية والصرف الصحي التعليم الصحة الإسكان برامج الحمال الاجتماعية الأسر الأولى باللعاية احنا مش عارفين نسرة كل الحاجات اللي الدولة اشتغلت عليها في نفس الوقت على التوازي مش على التوالي كل الحاجات دي كان الشغل فيها موجود في الفترة اللي فاتت بالذات في سيناء حقيقة منا فعلا وجه سيناء تغير تماما خلال السنين اللي فاتت تحديدا العشر سنوات من 2014 لحد دلوقتي الدولة وهي بتشتغل في المشروعات الكبيرة دي مشروعات الخدمية والتعليمية والصحية كانت مركزة كمان على نقطتين مهمين النقطة الأولى انها توفر كل الخدمات الأساسية للمواطن في سيناء تربط المواطنين بأرضهم أكتر النقطة التانية انها تربط سيناء بباقي محافظات مصر الدلتة تحديدا والقاهرة الكبرى تم إنشاء خمسة أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة الأنفاق دي تكلفت حوالي 35 مليار جنيه بالإضافة إلى شبكة الطرق الكبيرة بتكلم حضراتكم عن 5000 كم تم إنشاءهم داخل شبه جزيرة سيناء أبرزهم طبعا طريق النفق طابة ومحور 30 يونيو كمان في مشروعات كتير مهمة بتمثل أهمية كبيرة لقطاع الزراعة في سيناء محطة معالجة مية مصر في بحر البقر اللي بتنتج أكتر من 5.5 مليون متر مكعب يوميا محطة دي يمكن تعتبر هي الأطخم في العالم بتساهم في استصلاح وزراعة 456 ألف فدان في سيناء ده غير طبعا محطات التقى الشمسية ومحطات الكهرباء مشروعات كتير ومشروعات مهمة عملت نقل حقيقية في سيناء وأعتقد أن احنا كلنا بقين حسين بيها أن خلاص ما بقاش بنقف طوابير في أي طريق وإحنا رايحين ناحية سيناء وإحنا متجهين ناحية شارم الشيخ خلاص الموضوع بقى بسيط وميسر الربط بين سيناء وبين مختلف المحافظات الربط اللي موجود بين سيناء وبين محافظات القناة اللي بقى بمنتهى سهولة الحركة ما بينهم أعتقد أن ده شيء لا يخفى على أحد حتى اللي مرحش وما شافش أعتقد بيشوف وبيسمع من الناس اللي حواليه مرة تانية بنصبح على حضراتكم إحنا هنكون موجودين معاكم النهار دا على مدار ثلاث ساعات صباح الخير يا مصر خلونا دلوقتي نصبح مع حضراتكم على زملتنا هالة الحملاوي نتعرف منها على أخبار المرور والتقص في القاهرة والمحافظات صباح الفل والخير عليك يا هالة صباح الفل يا محمد صباح الفل يا منا وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا نبدأ جولتنا المرورية ونستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر وطبعا كالعادة هنبدأ من القاهرة تحديدا من كبري أكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكسفات المرورية شارع رمسيس بيشهد كسفات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة كبري 15 مايو المتجه المهندسين عليه كسفات مرورية أما شارع بورسايد من نزلة كبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمرة فيه كمان كسفات نسبية عند الويلي والحد كبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد في كسفات مرورية بسيطة ومتقطعة أما المتجه إلى المؤسسة ففيه سيولة مرورية معدى بعض الكسفات عند منطقة المظلات في محافظة الجيزة تعانوا نروح شارع الهرم اللي بيشهد كسفات مرورية والكسفات بتزيد مع ساعات الزروة الصباحية وطبعا باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات فيه كسفات للمتجه لكبري الجيزة المعدني وفي شارع فيصل فيه كسفات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كبري فيصل نروح مع بعض محافظة الإسكندرية فيه كسافة مرورية عند كبري ستانلي وعلى طول الكورنيش وكسفات متفوتة عند الإشارات بطول الكورنيش أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية شارع جمال عبد الناصر فيه كسفات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كسفات مرورية ولكنها متحركة هنكمل جولتنا المرورية ونروح أسوان ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية وعلى طول الشارع هنلاحظ أن فيه كسفات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كسفات مرورية كمان فيه بعض الكسفات المرورية في شارع الحددين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكسفات المرورية كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة ودلوقتي هنستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطاقس النهاردة الطاقس هيكون مائل البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال السعيد فيه أمطار متوسطة على مناطق من الأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، إد أهلية، دومياد، أرسعيد، وارد جداً وبنسبة كبيرة أمطار تكون غزيرة ورعدية مساءً على فترات متقطعة كمان فيه أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على محافظة مطروح ومناطق من جنوب الوجه البحري بتبتد مساءً لمناطق من القاهرة الكبرى هتكون خفيفة على مدن القناة وشمال السعيد درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 21 وأعلى درجة حرارة هتكون في شلتين 27 وأقل درجة حرارة في كاترين 16 درجة هنتابع مع حضراتكم التقس وبالتفصيل بس بعد شوية أهلاً بحضراتكم، خلينا نبتزي على طول بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت معنا مبارح الدكتور مصطفى مدبودي رئيس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وقال إن المبادرة دي لها عوائد اقتصادية وبئية كبيرة عشان كده الحكومة بتعمل على تدليل أي معوقات أو تحديات ممكن تواجه المبادرة كمان إمبارح الدكتور مدبودي رئيس الوزراء استعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات اللي تم تنفذها أو بيتم تنفذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قال إن الدولة بتراهن بشكل كبير على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خصوصا إن المنطقة تعتبر بؤرة استثمارية واعدة وبتقدم حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين أخبار كتيرة حصلت إمبارح أبرزها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية وكذلك ضرورة التنسيق المستمر بما يحقق مستهدفات تلك المبادرة في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة البيئية وقال كمان إنه هيتم العمل على تزليل أي معوقات أو تحديات قد تواجه هذا المشروع المهم إمبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض بعض ملفات عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأكد رئيس الوزراء الدور الوثيق لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بكافة القطاعات الأخرى وتحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مصر إمبارح التقت دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات اللي بيتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية بتراهن على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو ما حدث بالفعل على مدار الفترة الماضية وهو ما يؤكد أن هذه المنطقة هي بؤر استثمارية واعدة قادرة على المنفسة لما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين امبرح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود الدولة في توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية فضلاً عن السعي لأن تصبح مصر مركز إقليمي عالمي لصناعة الدواء بهدف الاستثمار والتصدير ودعم اقتصاد الدولة وناقش الاجتماع أيضاً الموقف المالي الراهن لهيئة الشراء الموحد ومتطلبات توفير المستلزمات والتعاقدات امبرح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي اللي بتنفزه المنطقة الجنوبية العسكرية وده على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وبحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة في سياق متصل التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عدد من مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية نقل ليهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد اللي بيبزله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية لحماية الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي للدولة كما أكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات كان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شاهد إحدى مراحل المشروع اللي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة على مختلف المستويات وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين كافة العناصر المشاركة وقام أيضا بفرض عدد من المواقف التعبوية المفاجأة للتأكد من القدرة على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات روح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات والبداية من محافظة قنة حيث تم افتتاح فعالية قافلة جماعة عين شمس الطبية في مركز قوس وكمان في اسكندرية تم فحص وعلاج 1281 مريض ضمن قافلة حياة كريمة مبارح كمان في الشرقية تم تسليم 4 مليون جنيه للمستفدين من برنامج فرصة والنهاردة في بني سويف حيتم قطع المياه عن عدد من قرى مركز بيبة لمدة 14 ساعة بسبب أعمال التطوير والصيانة خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المحافظات في التقرير اللي جاي محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار وأحداث كتيرة في قناة تم افتتاح فعالية قافلة جماعة عين شمس التنموية الشملة بمقر الوحدة الصحية بقرية المفرجية التابعة لمركز قوس تستهدف القافلة خدمة أهالي القرية البالغ عددهم أكتر من 12 ألف مواطن من خلال تقديم الخدمات الطبية المجانية بمختلف التخصصات وصرف العلاج مجاناً وأيضاً التوعية الصحية ده إلى جانب فصول محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في الإسكندرية نظامت مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية بقرية بنجر واحد ضمن مبادرة حياة كريمة استمرت أعمال القافلة على مدار يومين بالوحدة الصحية بالقرية وضمت تسع تخصصات شارك فيها 58 عضو من أعضاء الفريق الطبي وتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1281 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجاناً بالكامل لهم في بورسعيد شهدت المحافظة تسليم 127 عقد تمليك أراضي زراعية لمزارعين بمناطق في سهل الطينة وشرق بورسعيد وجنوب المحافظة وضى ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان السلاسي في 23 ديسمبر عام 1956 في الشرقية سلمت المحافظة 171 شيك بإجمالي 4.150.000 جنيه للمستفيدين من برنامج فرصة اللي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي لإقامة مشروعات خاصة بيهم تدر عليهم دخل ثابت وتوفر لهم حياة كريمة في بني سويف أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إنه هيتم قطع المياه النهاردة عن قرية سوتس وهلية وقنبش وصفت راشين من الساعة 10 الصبح حتى 12 منتصف الليل لمدة 14 ساعة وده الاستكمال أعمال ربط خط مياه قطر 500 ملي متر وتعقيم وتطهير الخزان الأرضي أسفل المرشحات بمحطة مياه كفر ناصر مركز بيبا في الأقصر أكدت مديريت تضامن الاجتماعي تسليم 182 جهاز تعويضي لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين ورفع المعاناة بقرى ونجوع المحافظة وتوفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ومن بعد نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر نسبح على حضراتكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهار دا التقس هيكون مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية وشمال السعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب السعيد وبالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء في النهار دا أمطار متوسطة على مناطق من الأسكندرية البحيرة كفر الشيخ اد أهلية دومياط وفورسعيد قد تكون غزيرة ورعدية مساء على فترات متقطعة كمان في أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على محافظة مطروح ومناطق من جنوب الوجه البحري تنتد مساء لمناطق من القاهرة الكبرى هتكون خفيفة على مدن القناة وشمال السعيد نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهار دا من الدكتورة مونار غانم قضي المركز الألامي بهايئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتورة مونار دكتورة مونار صباح الخير حضرتك سمعيني أيوا صباح الخير على حضرتك أستاذ هالة وصباح الخير على كل السادة المشاهدين أهلا بحضرتك يا دكتورة مونار دلوقتي إحنا شايفين أن النهار دا فيه فرص أمطار غزيرة في بعض مناطق الجمهورية فطمينينا أحوال التقسيي وبالليل الجو هيكون عمل إزاي وطبعا بالفعل بعد الاستقرار اللي احنا شاهدناه أمس وأول أمس في الأحوال الجوية بشكل جبير وتلاشي فرص سقوط الأمطار اليوم هيبدأ يأثر علينا انتداد لمنفصد جوي متعمق بطبقات الجو العليا على رفع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض بالإضافة كمان كتا الهوائية الشمالية رصبة قادمة من على البحر المتوسط العوامل دي هتأدي إلى زيادة فرص وكميات الأمطار وكمان أماكن سقوط الأمطار لأن اليوم متوقع أن يكون عندنا أمطار متفوتة الشدة ورعدية أحيانا على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال السعيد بعد الأماكن من مدن القناة كميات الأمطار المتوقعة اليوم هتكون أمطار متوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط زي محافظة الأسكندرية، البحيرة، كفرشية الزقهلية، دميات بورسعيد المناطق دي كلها معرضة لسقوط أمطار متوسطة على مدار اليوم ويمكن مع فترات المساء تبدأ كيات الأمطار تغذر أحيانا أو تزيد عن المتوسط في بعض الأماكن الساحلية المضلة على البحر المتوسط بالإضافة كمان الأمطار هتمتدى للمناطق الداخلية اللي هو جنوب الوكه البحري أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوكه البحري ومع فترات المساء هنبتع نشوف الأمطار في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى أيضا أمطار خفيفة إلى متوسطة بعض الأماكن كمان من محافظات شمال السعيد مدن القناة الأماكن دي كلها معرضة لسقوط أمطار وطبعا محافظة مطروح أمطار خفيفة إلى متوسطة بالنسبة لضربات الحرارة يمكن اليوم هنلاحظنا فيها نصفات طفيفة عن أمس بحوالي درجة أجواء نقدر نصفها شتوية مائمة للفودة خلال فترة النهار على أغلب الفوضات الساحلية بطل على صحيح متوسط الوجه البحثي القاهرة الكبرى شمال الصعيف أجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيف وجنوب سينة ده فترات النهار فترات الليل طبعا محاجية بأشعة الشمس والجود الأمطار اللي تبقى موجودة معنا على مدار فترات الليل كمان الأجواء ستبقى أجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية وخاصة عن ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح البنج زروة الأمطار وزروة الحالة الجوية هتبقى من مساء الأربع لحفظ مساء الخمس فاحنا متوقعين كمان استمرار الأمطار غدا حد بك ممكن كمان أمطار بكرة إن شاء الله هتزيد في المناطق الداخلية وتتحول لأمطار متوسطة على محافظات جنوب الوكي البحري القاهرة الكبرى فالأمطار مستمر على فترات الليل على مدار يوم الخميس كله إن شاء الله مع بوض ثمان نشاط نسبة لرياح خليل النوح عنه هتلاحظ بكرة شكل كبير في معظم محافظات الجمهورية هيخلينا نحس بمزيد من البرودة مزيد من الانصفات السبقية من درجات الحرارة فهي تقل بك جوية من ده 48 ساعة ومع يوم الجمهور إن شاء الله تبدأ تلاشى فرص خط الأمطار وتقل تماما ويعود تلك الأحوال الجوية وممكن ده يتمل معنا لحبط إن شاء الله متوسطة في الأسبوع القادم بس لازم ننوح على كل استهداء معطيين مهم جدا أثناء سقوط الأمطار لأن الأمطار هتكون راضية في بعض الأماكن كميات الأمطار مش قليلة خاصة في محافظات شمال البلاد أثناء سقوط الأمطار لازم نبتع تماما عن أعمسات الإنارة بشكل كفراء الواحي لأنها المعدنية الموجودة في الشوارع المباني إن مدهلك القيادة لازم تكون بهدوء تهم على أغلب الطرق أثناء سقوط الأمطار لأن الأمطار ممكن تقدمي إصفاظ الرؤية الأفقية هتقدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوائد طيب دكتورة مونار كان فيه النهاردة برضو شبورة صبح بدري هنا في القاهرة الشبورة دي مستمرة لأمتى؟ هو بالفعل كانت شبورة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ويمكن كانت كثيفة في بعض الأماكن الشرقية خاصة بعض الأماكن الموجودة فسد دينا لكن هي كمان ساعة بكتير وتبدأ الشبورة المائية تتلاشع مع صفوع أشاعة للشمس وتبدأ الصحف تتكسر وتبدأ معانا فرص قط الأبطار فالشبورة صعب الكتير يعني ثمانية تتسعب الكتير وتبدأ الشبورة المائية تتلاشع من على أغلب الطرق مش هتبقى موجودة معانا بكرة يعني هي مش موجودة معانا يوم الخميس لكن هتبقى موجودة ترجع تاني في الظهور يوم الجمعة وعلى بطار الأيام بعد الجمعة الشعبات تبقى الشبورة المائية هذه الظاهرة الجوية المؤثرة واللي ممكن كمان تكون كثيفة على أغلب الطرق بلو شكر حضرتك دكتورة مونار غاني معوض المركز الألامي بهيئة الأرصاد الجوية وطبع النصائح هامة جدا خاصة في ظل التقلبات الجوية اليومين دول تعالوا مع بعض دلوقتي انتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة درجة الحرارة العظمة هتكون 21 وصغرى 16 وفي العاصمة الإدارية 21-14 في الأسكندرية 20-13 وفي العالمين الجديدة 22-14 مطروح 20-14 ودمياط 21-14 بورسعيد 22-15 والإسماعيلية 22-13 في سويس العظمة 23-15 والعريش 22-12 في كاترين 16-4 وفي طوبة 22-14 حليب 25-21 وشالتين 27-20 شرم الشيخ 27-18 والغردقة 26-16 أما في الفيون في درجة الحرارة العظمة 22-12 وفي بني سويف 22-11 الوادي الجديد 25-8 وأسيود 22-10 سوهاك 23-11 وإنة 24-12 لؤسر 25-12 وأسوان 26-13 كده خلصت مرشتنا الجوية المفصلة عودة مرة تانية لمحمد ومنا ومتابعة فقرات سبعة الخير يا مصر شكرا لك يا هاري شكرا لك يا هاري دلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي ستحصل النهاردة وكمان أهم المباراة اللي ستتلاعب في الجولة العشرة من الدوري المصري بالنسبة لأخبار النهاردة هتشهد جامعة القاهرة احتفالية عيد العلم الثمنتاشر لتكريم عدد من الوزراء وستين شخصية من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية عن عام 2022 ودف تمام الساعة الخامسة مساء بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مبارتين مهمين في إطار الجولة العشرة من عمر المسابقة هيلتقي زاد مع الدخلية الساعة 4 العصر وفي السابعة مساء هيلتقي سموحة مع طلائع الجيش النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع ثلاث مباريات في إطار الجولة 19 من عمر المسابقة هيلتقي تشالسي مع كريستل بالس الساعة 9 ونص في نفس التوقيت هيلتقي براندفورد مع وولفر هامتون الساعة 10 وربع هيلتقي أفرتون مع منشستر سيتي أيام قليلة ونودع 2023 كل سنة وحضراتكم طيبين ما بين حصاد عام 2023 وما الذي ينتظر العالم في 2024 الصحف العالمية تناولت أبرز الأحداث وتداعيتها على المشهد السياسي الدولي خلينا نتعرف أكتر على تناول الصحف الدولية مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عمر رئيس القسم الخارجي أهلا وسهلا بجريت التسطور أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بك يا فانديم وبالأستاذ المشاهدين صباح الخير ننتدي على طول حصاد العام وأبرز الاكتشافات الأثارية وتحت عنوان 20-23 كانت مليئة بالاكتشافات الأثارية في الشرق الأوسط بنقرأ عن اكتشافات سقارة وتبوت رومانيا على شاطئ غزة خلينا نستعرض أهم الاكتشافات التي صدرت أو اكتشافتها أو رصادتها في البداية حدثت كان عام 23 رغم أنه كان عام حافل بالكوارث البيئية وبالحروب والصراعات المستمرة اللي أنه أيضا كان حافل بمزيد من الكشفات الأثارية وطبعا كان مصري لها السبق دائما في هذه الاكتشافات في هذا العام شاهدنا أكتر من اكتشاف حقيقة مذهل في مايو الماضي وزارة الأثارة علنت عن ورشتين في منطقة أثار سقارة ومحافظة الجديدة الورشتين دولا مهمين جدا كانوا متعلقين بالتحنيط يعني ده بيوضح أنه كان فيه عندنا ورش وعلم متكامل بشأن التحنيط الذي لم يعرف سره سوى المصريين حتى الآن عند الورشتين دولا برضو أهميتهم أنهما كانوا بيعوضوا لعصرين مختلفين يعني واحد بورشة ترجع إلى عصر الأسرة الثلاثين وورشة بترجع إلى العصر البطلمي برضو بجانب ذلك يعني فيه اكتشاف أيضا مهم جدا كان تم الكشف عنه في يناير الماضي تم اكتشاف مدينة سكنية متكاملة بترجع للعصر الروماني وده كان فيه فيه الأقصر وبالتحديد فيه معبد في منطقة فمه بيتيسي أندوراس ده متخمة لمعبد الأقصر بالبر الشرقي للمدينة برضو بجانب يعني اكتشافات ثانية يعني مصر دائما مليئة بالكنوز والأسرار الذي لم تكتشف بعض يعني فيه تم اكتشاف مميئات سواء فيه الجيزة أو حتى فيه اكتشاف يعني فيه منطقة المينيا وتحديد انتالي العمرنا وبرضو يعني فيه دول تانية بجانب مصر كان تم الكشف عن عدة اكتشافات فيها على سبيل المثال المملكة العربية السعودية تم اكتشاف يعني أشياء أسرية بسيطة ولكنها بتعبر عن ما تتمتع به المملكة من بعض الاكتشافات الأسرية يعني على سبيل المثال فيه فبراير الماضي تم اكتشاف رأس الثور معدني في منطقة نجرون بجانب يعني أشياء بسيطة يعني أشياء ذهبية بسيطة لكن دلالة الثور انه هو كان مشهور في منطقة جنوب الجزيرة العربية كان بيعتبر رمز القوة والخصوبة لدى الممالك الموجودة في ذلك الوقت برضو حضرتكم معنا برضو في الامارات برضو كان فيه اكتشاف أسري يعني هو متعلق بمدينة صيد اللؤلؤ في شرق امارة أم اللقوين وده برضو بيوضح يعني الحاجات اللي كانت مزهرة في الدول العربية والتاريخ الحافل الذي تتميز به المنطقة برضو حضرتكم يعني القدس المحتلة وقطاع غزة برضو كان ليهم نصيب كبر جدا من الاكتشافات ما يدل على التراث هذه المدينة وهذه المنطقة التي تعود لألاف السنوات في فبراير الماضي تم الكشف عن التبوت بعوض للعصر الروماني موجود في مقبرة رومانية هذه عمرها ألفية عامة في قطاع غزة المقبرة يعني كانت بالقرب من الساحل الشمالي لقطاع غزة على البحر المتوسط يعني بتبعد فقط حوالي 500 متر من البحر برضو سلطنة عمان يعني سلطنة عمان برضو يعني دولة لها تاريخ عريق يعني امتد لألاف السنوات تم اكتشاف مستوطنة أسرية فيها بامتد تاريخها لحوالي 5000 عام ده كان في يعني قريب من محافظة في منطقة الغريين الأسرية المستوطنة دي يعني بتوضح كيف عاش الناس في سلطنة عمان قديمة منذ حوالي 5000 عام وتحديدا في العصر البونزي يعني حضرتك يعني في جولة كده تجوان ما بين مصر وغزة وسلطنة عمان والإمارات كان عام مليء بالاكتشافات الأسرية في منطقة بشكل كبير وده بيضع تحديدا مصر كمان على خريطة السياحة الأثرية ان احنا الاكتشافات دي احنا ممكن طبعا بنستفيد منها الفترة المقبلة وتضع مصر على خريطة السياحة الأثرية طب أنا عايزة روح مع حضرتك أستاذ محمد لو سمحتيلي إلى الواشنطن بوست لأنه 2023 ناس كتير جدا شايفين انها كانت مليئة بالأحداث السيئة من أول يوم استمرار للحرب الروسية الأوكرانية وفي نهاية العام طبعا الحرب الهمجية على قطاع غزة صراعات وحروب كثيرة جدا واشنطن بوست بتقول لنا عكس كده بتقول لنا ان فيه عنوان في هذه الصحيفة العنوان بيطرح هذا التساؤل هل حدث شيء جيد في 2023؟ في الواقع نعم الجريدة بتستارد أستاذ محمد أهم الأخبار الجيدة في 2023 ممكن تكلمنا عنها؟ هو بالطبع يعني زميل عزيز زم حياتك ذكرت الصحيفة استعرضت عدة أشياء جيدة لكنها يعني بشكل أساسي كانت اكتشافات علمية وخاصة المتعلقة بتطبيق شكل أساسي لأن زم حياتك ذكرت يعني أن الأحداث السيئة وخاصة الأحداث السياسية سواء الحرب الأوكرانية الحرب في غزة أو ما نشاهد شاهدناه من زلازل وقت هذا العام سواء زلزال تركيا أو زلزال سوريا أو زلزال اللي حدث في المغرب أيضا دول كان الأبرز لجانب ظاهر تانية إلا أنه كان يعني الأمل دائما في العلم يعني كما ذكرت زميل عزيز تم استعراض يعني عدة اكتشافات متعلقة بمواجهة أمراض شديدة الخطورة زي الملاريا وأمراض تاني كتير جدا فهنا الصحيفة يعني هنا هي الصحيفة برضو رسالة بيتأكد أنه لا يعني مهما كان هناك صعوبات وهناك أزمات إلا أنه الاكتشافات العلمية والطبية هي من تمنح الناس الحياة والأمل وليس الصراعات والحلو طيب خلينا نتحول للموند الفرنسية اللي احنا شايفين توجهها في هذا المقال وكأنها مش رضية عن اللي بيحصل والحرب الغشمة على غزة افتتحيتها بتقول غزة حرب بن يمين ننتنياهو التي لا نهاية لها بتأكد أن لمبالات المسؤولين الدوليين في مواجهة المتباحة المستمرة في غزة بتسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بفرض حالة حرب دايما لحلوك تخلع لنا أكتر تفاصيل المقال هو طبعا بالطبع الصحيفة لم أكدت على ما هو قديم منذ بداية الحرب الانهمجية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية يعني ننتنياهو بسبب الدعم الأمريكي اللي لا محدود في بداية الحرب وأيضا الدعم الغربي الذي بدأ يتراجع ما متخل الشعبي سواء الضفة الشعبي العربي وأيضا الحكومة العربية وحتى في الداخل فأصبح هناك ضغوط عليه وهذا الأمر يعني نعكد زي ما حضرتك ذكرت في مقال اللي موند أنه يعني فيه بداية الوقت هذا انتقادات علنية وشديدة جدا لنتنياهو وحتى أيضا التعامل الغربي مع إسرائيل وما تقوم به في قطاع غزة يعني حركة الآن وصلنا إلى حوالي ثلاثة أشهر يعني إسرائيل تمارس فيها جميعا وعلى الانتهكات والقط يعني حتى الآن أكثر من 21 يعني حوالي 21 ألف شهيد وأكثر من خمسين ألف نصاب وألاف المفقودين في خلاف تدمير أكثر من نصف قطاع غزة حكينا بتتحدث أنه بعد كل هذه الانتهاكات وهذه الحرب المستمرة إلا أن نتنياهو يعني لا يبالي بما يحدث وأيضا يعني حتى تحدثت على أنه هو لا يبالي حتى بمصير المحتجزين الإسرائيين لدى الفصائل الفلسطينية يعني هو يعني العملات العسكرية التي يقوم بها والقصف الجوي يعني ساهم في وفاة العديد من المحتجزين لدى فصائل المقاومة وزا ما حضرتكم تبعنا يعني كان تم الإعلان عن مقتل الكثير منه نتيجة نعملات الجيش الإسرائيلي فهنا الصحيفة يعني ستحدث على أن هو نتنياهو بيسعى للانتقام وإطاع أكبر قدر من الخسائر وبيحاول أنه يبحث عن طوق نجاة يعني البقاء في السلطة يعني هو لا يهمه إلا البقاء في السلطة حتى لو تسبب في تدمير قطاع غزة بأكمله بخلال الخسائر التي سببها لسكان إسرائيل يعني زي ما حدرتك قلت الكلمة الأخيرة يعني هم الأساس البقاء في السلطة كأن المعركة معركة شخصية بشكل كبير أنه يستمر في رئاسة الحكومة بعد انتهاء هذه الحرب حروح مع حضرتك أستاذ محمد إلى اللوموند يعني نحن نكملين معها وفي مقال لافت تحت عنوان تاريخ إسرائيل الطويل ضد الأمم المتحدة المقال بيستعرض فيه الكاتب يعني مجموعة من المحطات المختلفة زي أمريكا أو زي إسرائيل بشكل دائم كانت يعني ضد الأمم المتحدة وصولا إلى طبعا موقفها من أنتونيو جوتيريش اللي كان منحاز نوعا ما إلى الحق الفلسطيني والمطالبة باستقالته من المحطات كمان أنه بنيميني تنياهو اختار سفير لدى الأمم المتحدة من 84 إلى 1988 وكان يعني بيقود حملة كبيرة جدا لتشويه هذه المؤسسة سمعة هذه المؤسسة الدولية قراءة المقال ده إزاي وإزاي بتفسر هذا النهج المستمر لإسرائيل ضد أكبر منظمة أممية في العالم الأمم المتحدة أنا هنطلق من آخر كلمة حضرتك ذكرتها نهج إسرائيل تجاه الأمم المتحدة هو ليس يعني فقط نهج إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ولكن تجاه أي منظمة أو دولة أو حتى صوت فردي بيكشف عن انتهاكتها يعني زم حياتك يعني في قطاع غزة تم قتل أكثر من مئة صاحف لا لمجرد أنهم ينقلون الواقع والصورة فقط دون أي هزيفة الانتهاكات في تنتقل منهم هذا الانتقام لا من يتوقف حتى أو التشويه على الصحفين في قطاع غزة أو غيرهم ولكن وصل الأمر إلى الأمم المتحدة يعني حضرتك تبعنا من كامي يوم وزير الخارجية الإسرائيلي منع حصول مسؤولين في الأمم المتحدة على تأشيرات للدخول سواء لإسرائيل أو حتى الضفقة الغربية فطبعا ده يعني بيوضح كم الانتهاكات تتجاه الأمم المتحدة وهي أصلا منظمة يعني التي اعترفت بإسرائيل ومنحاتها الحق في الوجود كما ذكرت ورغم هذا يعني رغم هذا إلا أنها تعرضت لهجوم ضاري من الاحتلال لأن يعني ما يكر في غزة لا أحد يستطيع أن يصموا اتجاهه وإلا يكون أصلا مؤعمة يعني النتنيا أنتوني جوتيريش زم حدث ذكرت برضو كان لي النصيب الأكبر من الاتهمات واتهمه بالمتحيز والمطالبة بل برحيله عن المنظمة يعني في تبجح وعداء تجاه شخص جوتيريش وشخص المنظمة الأممية التي أعلن معظم أعضاها عن رفض ما يجري في غزة والتصويت اللي حضراتكم اتبعناها كان أول ديسمبر وكان قوي جدا ورغم أنه غير موزن وإلا أنه كان معبر فعلا عن الإرادة الدولية فإسرائيل تتحدى إرادة يعني جميع الدول في مشروع قرار صوت عليه أعضاء العالم المتحدة كاملين مع عد عشر دول أعضاء اعترضوا عليهم منهم أمريكا وإسرائيل برضو يعني تاريخ إسرائيل تجاه الأول المتحدة يعني حتى منذ لاشئة دولة الكيام في المنطقة عام 48 يعني حدث أنه حدثة تاريخية يعني اغتيال مبعوث كان تابع للأمم المتحدة ده كان عام 48 يعني حينما تم إنهاء الانتداب البريطاني وإعلان قيام دولة إسرائيل عام 48 فالأمم المتحدة عينت في ذلك الوقت وسيط وهو فولك برنادوت ده تفاوض مع السلطات في ألمانيا سلطات النازية من أجل الإفراج عن السجناء اللي كانوا محتجزين هناك وكان من ضمنهم حوالي 6500 يهودي وكان برنادوت يعني اقترح يعني رغم ندوره في الإفراج عن اليهود وانتقلوا بعد ذلك لحل الأزمة في فلسطين وكان اقترح سنة 48 فكرة التقسيم تقسيم القدسة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلا أن هذا لم يشفع لي رغم دوره ومساعدته في مساعدة اليهود ومساعدة إسرائيل إلا أنه تعرف بالاغتيال في سبتمبر 48 على يد القوات الإسرائيلية ورغم أن المحاكم الإسرائيلية حكمت على اثنين من اللي قتلوا بالسجن لمدة عشر سنوات وثمان سنوات إلا أنهم تم إطلاق صراحهم بعد فترة قصيرة بموجب عفو طيب ما زلنا مع الصحافة الفرنسية اللي واضح أنها غير رضية عما يحدث في الأراضي الفلسطينية الفيجاروء الفرنسية أو الفيجاروت تحت عنوان الوطن القومي اليهودي إلى الحروب الأخيرة التاريخ الطويل لصراع الإسرائيل الفلسطيني بيستعرض بالخرائط تاريخ مشاهدته لأرض فلسطين خلينا نتابع الخرائط وإزاي بتكشف ما حولت إسرائيل تزيفه بالطبع يعني التاريخ لا يمكن تزيفه يعني يعني التاريخ لن يزيفه والتاريخ باقي يعني نحن لسا لدينا فقط تاريخ وكتب ومراجع نعود إليها من أجل معرفة فلسطين لكن يعني هناك من أجددنا وابأنا في فلسطين وفي غيرهم الدول العربية يعني عمرهم أفضل من دولة إسرائيل ذاتها فالأمر يعني حتى لا يحتاج إلى خرائط لنعرف الأراضي الفلسطينية ومن أين جاءت إسرائيل إلا أنه حضرتك زي ما ذكرت أن فيه غضب في الصحف الفرنسية والصحف الغربية عمتا ويتفقيت الضوء على انتهاكات إسرائيل ومنذ النهر حتى اللي هو وصل الأمر أنه هو الوطن القومي اليهود يعني هو بيتحدث إزاي أنه هو نشأ وفكرة بيستعرض اللي هي النشأة الأخيرة ومش بيتحدث عن فكرة جزور أنهما لهم أحق في هذه الأرض وذلك ما أسر بتدعى أنهي أرضهم من ألاف السنين وأنهما استرجعوها وهي وطن قومي اليهود وإطلاق أسماء يهودية على المناطق الفلسطينية فهو هنا التقرير أهميته حقيقة يعني زي ما حتك ذكرتي أنه فكرة التزييف يعني هو مجرد طرح هذه الأمور لم يكن سئدا من قبل في الصحف الغربية وحتى فرنسا يعني كانت دعمة برضو بشدة لإسرائيل حتى أنه في بداية الحرب تم إرسال سكينة حربية فرنسية من أجل في رسالة دعم لصيفة بداية الحرب لأنه نصل إلى هذه النقطة أن الصحف الفرنسية تحدث عن فكرة الوطن القومي اليهود وكيف نشأ والتحيط أصلا في وجود هذا الأمر فهذا هو المغضى إنما نحن لسنا بحاجة لنعرف تاريخ إسرائيل أو تاريخ أرضنا الفلسطينية وهو تاريخ إسرائيل دائما قائم على فكرة التزييف بشكل مستمر يعني على مر التاريخ عايز أروح محادثك سريعا لتقرير مهم جدا كمان بيكشف حصول مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين على وثيقة الوثيقة دي بتصف خطة حماس الهجومية يوم 7 أكتوبر قبل أكثر من عام من تنفيذ الهجوم ده على حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مجموعة من الوثائق ورسائل بريد الإلكتروني والمقابلات إن إسرائيل كانت محاطة علما بهجوم 7 أكتوبر قبلها بسنة بالطبع يعني تقرير الصحيفة الأمريكية لم يكن هو الأول من نوعه يعني فيه تقارير مع بداية الحرب بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر ظهر أكثر من تقرير يتحدث على إنه كان الأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية كان لديها علم بهجوم ستنفذه حماس وهجوم قوي ولكن يعني درجة الغرور لدى نتنياهو وإسرائيل يعني تعاموا عن هذا الأمر يعني ما حدث يزبه ما حدث في حرب 6 أكتوبر يعني تم لم تقتنع إسرائيل بأن المصرين لديهم قدرة على تنفيذ أي عمل والثقة المطلقة فيه قدرتهم العسكرية والدعم الدولي إلا إن الشعب الفلسطيني يعني كان كلمته أقوى والأكثر من هذا يعني نتنياهو كان يعني وصل به الغرور أنه كان وثق أن سواء تصائل مقامة الفلسطينية أو حتى الفلسطينيين لن يفعلوا أي شيء وهذا ما دفعوا إلى التمادي حتى حسابات خاطئة يقوم بها نتنياهو منذ بداية الحرب الغشمة على غزة والاستمرار في هذه الحرب إلى الآن واحد من أكبر الأخطاء اللي هو مستمر فيها الموضوع كله نابع من غرور بنيمين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي كل الشكر لك كتب الصحفي الأساس محمد عمر رئيس القسم الخارجي بجريدة الدستور شكرا جزيلا دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء موجز الثامنة صباحا مع هالة الحملاوي شكرا محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينج موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ستة فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال بطائرة مسيرة لمخيم نور شمس بمدينة طول كرم بالضفة الغربية كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم نور شمس لليوم الثاني على التوالي بقوات كبيرة يرافقها جرافات وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الأشخاص خلال مداهمة عدد من المنازل بقرية كفر قدوم وفي محافظة طيرا ملا والبيارة اقتحمت قوات الاحتلال لعدة قرى وبلدات وأطلقت الرصاص بكثافة خلال الاقتحام كما توصلت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن الاشتباكات وقعت في أحياء النفق والتفاح والدرج بمدينة غزة مشيرة إلى اجتداد وطيرة الاشتباكات في المناطق الشرقية لخان يونس من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين خلال المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة مما يرفع قتله إلى 164 منذ بدء عمليته البرية في غزة استشهد 26 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل في خان يونس جنوب قطاع غزة كما استهدفت طائرات الاحتلال بشكل كثيف مخيم جباليا شمال القطاع مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين كما استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن القوات الأمريكية أسقطت أكثر من عشر طائرات مسيرة وصواريخ فوق البحر الأحمر وأوضحت البنتاجون في بيان لها أنه لم تحدث أضرار للسفن في المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات عربت فرنسا عن قلقها العميق من إعلان الاحتلال تكثيف عمليته في قطاع غزة وإطالة أمد الحرب ودعت الخارجية الفرنسية مجددا إلى هدنة فورية تؤدي إلى وقف لإطلاق النار معربة عن أسف فاريس للقصف الممنهج الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الأيام الأخيرة كما طلبت الخارجية الفرنسية إسرائيل بتسهيل إيصال المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول إنساني كامل وآمن وبدون عوائق ورياضيا فاز الاتحاد السكندري على ضيفه فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على الساد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة العشرة لمسابقة الدور الممتز وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 15 نقطة ويرتقي للمركز الرابع بجدول الترتيب بينما تجمد رصيد فاركو عند خمس نقاط في المركز الأخير للمسابقة انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل في محافظة الفيوم تم وضع حجر الأساس لإنشاء مستودع استراتيجي على مساحة عشر أبتنى بتنفذ وزارة التموين باستثمارات بتتراوح من 1.5 إلى 2 مليار جنيه المشروع بيتم تنفيذه لضمان سلامة وجودة المنتجات وكمان تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغدائية على مدار العام نتعرف على تفاصيل أكتر معانا على الهاتف الأستاذ السيد حزالة وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم بنرحب بحضرتك يا فندم وصباح الخير على حضرتك أهلا بسلام بك يا فندم صباح الخير صباح الخير على المواطن المصري عايزين في البداية كده نعرف السادة المشاهدين معنا المستودع الاستراتيجي المقصود به وإيه أهم تفاصيل وملامحه يا فندم طبعا فندم الاستمرار لتنفيذ توجهات فخام السيد الرئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي آمن من استلع الأساسية والمنتجات الغدائية تمت الصند قام معالي الوزير دكتور عالي المسالحة ووزير التموين والتجارة الداخلية ومعالي الوزير الدكتور أحمد الأنصار محافظة الفيوم بوضع حجر الأساس للمخزن الاستراتيجي بمحافظة الفيوم على مساحة زي 10 أفضلات باستثمارات تتعدى الواحد ونصف اليار جنيه المطمع طبعا المخزن تابع لشركة الفيوم للمخزن والمستوضعات الاستراتيجية وشركة أوراسكوم هي الشركة المنفذة الكبرى الشركات الهندسية تنفيذ ان شاء الله لمد 18 شهر بإذن الله واستشار المشروع هو مكتب الاستشارات الهندسية لكلية الفنية العسكرية الهدف طبعا من إنشاء المشروع فندم زياد الاحتياط الاستراتيجي من السلع الأساسية السلع التموينية تصرف البطاقة التموينية والسلع الاستراتيجية الأساسية للمواطن والمخزن ده هيخدم المحافظات المجورة على أساس تتأمن احتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية المحافظات المجورة الجيزة الفيوم بنسويف المينيا والهدف كمان تقليل الفاقد والهالك من هذه السلع زي ما كانت القوامع شوان كانت زمان الأمح كان بيبضى فيه فاقد وهدف كتير المخازن ده ان شاء الله ما فيش أي فاقد ولا هالك بالإضافة إلى تقليل حلقات التداول بيؤدي إلى طبعا خفض عملية الأسعار ورفع كفاءة يا فندي من المخازن السلعي من خلال ربط إلكتروني كامل بين المخازن والمستودعات ان شاء الله لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة على أساس استغلال أمثل للمخزون وتوفير بيئة مناسبة سواء تبريد أو تجميد أو قبل ما نتكلم عن تفاصيل التصميم وإنشاء المشروع عايزين نقول أن دي المرحلة التانية أو بإنشاء هذا المشروع بإنشاء مشروع الفيوم يكون دي أفلنا المرحلة الأولى وتلات مستودعات غذائية موجودة ومختلفة في مختلف المحافظات لو نتكلم عن أصلا الهدف من إنشاء هذه المشروعات والمستودعات ومستودع الفيوم بصفة خاصة هو طبعا الهدف من الأساس هو تم اختيار الأماكن بالنسبة لضبط المنظومة التامنية على أساس أننا بيتم اختيار المكان ده سواء بالقرب من المناطق اللي فيها المواني والسلع المستوردة أو محيط المنطقة الصينية المنتجة لهذه السلعة تم تحديد المرحلة الأولى كانت السويس وكان الأقصر والفيوم إن شاء الله رب العالمين ستنفي خلال 18 شهر بإذن الله الهدف تقليل الفقد والهالك على أساس أنه ما يبقى في أي نسبة من الهالك وتقليل حلقات التداول طبعا من مخزن لمخزن لمخزن الكلام ده كله بيأثر وسائل نقل بيأثر على الأسعار إن شاء الله هيبقى فيه تحديد في الأسعار وتوفير السلعة بسهولة لجميع المحافظة في المجاورة طبعا إيه هي أهم التفاصيل اللي تم مراعاتها في تصميم وإنشاء المشروع حتى يكون كمان مواكب ومطابق للتقدم التكنولوجي خاصة أن احنا أستاذ سيد الفترة اللي فاتت شوفنا توجه الدولة المصرية لإنشاء مناطق لوجستية كثيرة في أكثر من مكان وفي أكثر من محافظة هو فندم المصدن هيبقى فيه جميع وسائل التخزين سواء تبريد أو تجميل على أساس الحوم والأسماك والدواجن كل السلعة الجزائية أكثر من 30 سلعة هيبقى متوفر فيها أماكن التخزين كاملة على أساس أن هي تسهل عملية الصر بالإضافة أنه طبعا هتسهل عن ضبط المنظومة الثامنية ويرسل معرفة أرصدر جميع المحافظات بكل سهولة ويمنع حدوث أي تلاعب في الأرض أكيد المخزون الاستراتيجي من المنتجات المفروض يكون بكافينا كام شهر إحنا دايما بنسمع مصطلح المخزون الاستراتيجي بنبقى مش عارفين ده المفروض يعد معنا قد إيه ده بيختلف من سلعة للتانية إيه قصة المخزون الاستراتيجي دي لو نبصتها هو فاند المخزون الاستراتيجي كل السلعة بيبقى لها مخزون حسب معدل استهلاك المواطنين من السلعة يمكن معايا الوزير تكلم عن المخزون الاستراتيجي على مستوى المصر الدولة طبعا المخزون الاستراتيجي هي الكمية السلعة اللي موجودة في المخازن أو الدولة على أساس كافي المواطنين كام شهر فطبعا زيادة كام شهر دي بقى عندنا رقم ثابت في كام شهر دي لا كل السلعة لها حسب الكمية المتاحة موجودة حسب الكمية المتاحة يعني القمح بيوب بليه كمية السكر الزيت كل السلعة لها مخزون استراتيجي حسب الكمية اللي موجودة بمخازن الدولة طب حضرتك قلتنا أنه المستودع ده أو المخزن استراتيجي بيش هيخدم الفيوم فقط هيخدم كمان محافظات مجاورة بشكل كبير وتم وضع وتتشين وتم وضع حجر الأساس المدة المستهدفة للانتهاء من هذا المشروع أدي يا فندم إن شاء الله يا فندم ومدة التنفيذ إن شاء الله 18 شهر 18 شهر إن شاء الله المفروض 20-24 بدء المرحلة التانية من تنفيذ المستودعات اللي هي برضو هتشمل على 3 مستودعات أخرى أو 3 مستودعات جديدة هل يجع عندك فكرة عن الأماكن المختلفة اللي هيتم فيها إنشاء المستودعات دي؟ أوه طبعا يا فندم لسه بيتحدد الأماكن حسب الاحتياجات وحسب طبيعة كل منذ أكيد النقطة المهمة أستاذ سيد دايماً اللي بيسأل عليها الناس ورجل الشارع ده هيؤثر إزاي مش بس في إتاحة السلع التموينية والغذائية لكن هيؤثر إزاي في الأسعار يعني لما يبقى عندنا مستودع استراتيجي بهذا الحجم إزاي ممكن يوفر ويقلل في أسعار بعض السلع ما يكون يا فندم المطنع أو المكان المنتج أو كده بيحول إلى السوق الكبير أو بعد كده بيتحول إلى تاجر الجملة وبعدين تاجر نصف جملة وبعدين تاجر التجزئة فده بيزود حلقات التداول وكل حلقة من دي بتاخد نسبة من الرفش لأن طبعاً وجود المخزن الاستراتيجية دي بيطلع من المصنع إلى المخزن الاستراتيجي مباشرة منه للتاجر التجزئة فمعنى كده أقللنا حلقات التداول بالإضافة إلى مرفيش حلقة نقطة مهمة جداً يا فندم الحلقات الوسيطة وحلقات التداول دي اللي بتزود كل حلقة بتزودها مش ربح دي خلاص هتتلغي هبقى فيه مباشرة من المخزن للتاجر طيب أعتقد أن ده تنفيذ كمان ليه الميكانة اللي بتحصل وليه الرقمنة اللي بتحصل يعني أعتقد أنه هيتم تسجيل كل البضائع الموجودة بأسعارها في منظومة بقى السعرية وحيبقى معروف سعرها إلكترونياً مش هيبقى فيه تلاعب في الأسعار أمد ده يا فندم سعر وكمية وتاريخ دخولها المخزن وتاريخ خروجها من المخزن فيه تحكم آلي كامل بجميع المخزن على مستوى الجمهورية أكيد أكيد كل شكرا لك الأستاذ سيد حرزالة وكيل وزارة التموين بمحافظة الفئيون شكرا جزيلا خطوة مهمة جدا طبعا يعني منا لإتاحة السلع الاستراتيجية بالإضافة كمان لضبط الأسعار وضبط الأسواق وزي ما قد لنا أستاذ سيد إلغاء الحلقات الوسيطة دي اللي هي بتزود في أسعار أو قيمة الأسعار للسلع بشكل كبير نروح دلوقتي منا لأخبار الرياضة وأهم كده الأخبار الرياضية وجولة في الملاعب مع هالة الحملاوي إليك هالة فضلت شكرا محمد حناخد بالنا دلوقتي من موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية مجلس إدارة اتحاد الكرة وافق على مشاركة منتخب مصر الأوليمبي في بطول الدبي الودية اللي هتقاوم في الإمارات العربية المتحدة ويشارك فيها المنتخبات الأوليمبية لكل من السعودية وقطر والإمارات الاتحاد السكندري واصل عروضه القوية الموسم ده بعد الفوز على فرقه 3-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على السادة الإسكندرية ضمن الجولة العشرة لمسابقة الدوري المصري ليرتفع رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب بينما تجمد رصيد فاركو عند خمس نقاط في المركز الأخير للمسابقة اشتركوا في القناة لجنة الحكام الرئيسية بالتحاد الكرة أعلنت طاقم حكام مباريات الجولة العشرة من عمر مسابقة الدوري وهيدير مباراة سموحة وطلقة الجيش حمد القلاوي حكما للساحة ويعاونوا كل من محمود عبد السميح وحسن رمضان وإبراهيم محمد كحكم راجب رابع بينما مباراة زاد أفسي والداخلية هيديرها السيد شعبان حكما للساحة ويعاونوا كل من محمد عزازي وأحمد رشدي ومصطفى الشهدي كحكم رابع فريق الكرة بالأهلي أنهى ميرانو الجماعي استعدادا لمواجهة فيوتشر في نهاية بطولة كأس السوبر المصري وده بدأ الميران بمحاضرة نظرية لمارسل كولر المدير الفني للفريق اللي شرح خلالها لللاعبين بعض الأمور الخططية وطلب كولر من اللاعبين التركيز في المباراة وبذل قصارى جهدهم من أجل الفوز وإسعاد الجماهير منتخب مصر لكرة السلة رجال فاز على المنتخب الإماراتي بنتيجة 94-46 بافتتاح البطولة العربية لمنتخبات السلة في نسختها الـ 25 واللي بتقام في مصر وهتختتم يوم 3 يناير المقبل ومن المنتظر أن يخد منتخب مصر تاني مواجهاته في دور المجموعات بالبطولة العربية لكرة السلة النهاردة أمام الكويت فريق ليفر بول حقق الفوز على حساب فريق بيرنلي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 19 من مسبقة الدولة الإنجليزي الممتاز وبالنتيجة دي بيتصدر ليفر بول جدول ترتيب الدولة الإنجليزي الممتاز مؤقتا برصيد 42 نقطة بينما يتواجد بيرنلي في المركز 19 وقبل الأخير في البريمير ليج 11 نقطة فريق نيو كاسل ينايتد خسر أمام ضيفه فريق نوتينجهام فوريست بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين في افتتاح مباريات الجولة 19 من الدولة الإنجليزي الممتاز رفع نوتينجهام فوريست رصيده 17 نقطة في المركز 16 بينما توقف رصيد نيو كاسل ينايتد عند 29 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدولة الإنجليزي الممتاز كده خلصت نشرتنا الرياضية ونعود لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر مع منا ومحمد تفضلوا شكرا لك يا هات الحقيقة مشاهدينا أن الأنشطة الرياضية في الجماعات المصرية والمعاهد شهدت تطور كبير جدا خلال السنة اللي فاتت وكمان كم سنة اللي ماضوا كان فيه تطور كبير جدا التطور ده ترجم لبطولات دولية ومسابقات نوعية تفوق فيها طلاب الجماعات المصرية في عدد كبير جدا من الألعاب الجماعية والفردية آخر هذه الألعاب بطولة السكواش اللي تم تنظمها على مستوى الجماعات وبطولة البولنج وبطولة ألعاب القوة ده غير طبعا البطولات الدولية اللي فازت فيها منتخبات الجماعات المصرية أعتقد فيه استراتيجية واضحة وقوية من الدولة المصرية الاهتمام بملف الأنشطة الرياضية بالجماعات المصرية خلينا نستعرضها مع بعض بالتفصيل مع ضفنا اللي موجودة معانا على التليفون الدكتور عرفة سلامة سكرتير عام للتحاد الرياضي للجماعات صباح الخير عليك يا دكتور يا صباح الخير أهلاً بزيك أهلاً بيك احنا شايفين اختلاف وتوسع كبير حاصل في ملف نشاط رياضة الجماعات المصرية لو عايزين نتكلم عنه بالتفصيل من فضلك هو طبعاً النشاط المصري لاتحاد الرياضي للجماعات فيه خطة بتوضع وهذه الخطة بنسع جميعاً احنا بنحقها بشكل مدروس وبشكل علمي وفي نفس الوقت يعني ما بنختلفش ولكن بنطور وبنحدث احنا الحمد لله دولة المصرية دلوقتي إنكانياتها بتؤهلها لتنفيذ واستضافة البطولات العالمية وزي ما حضرتكم أشرته احنا في مصر بنقيم من خلال خطة الاتحاد مجموعة من الأنشطة أبرزها طبعاً دورة الشهيد الرفاعي لأن هذه دورة احنا بنعتبرها لها العمودة جمعة ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنيوجيا كمان دورة بتضم مش آقال من حوالي أربعين لعبة يعني على سبيل المثال خلال الشهرين اللي قاتل دول بس انتهينا الحمد لله من تنفيذ 14 لعبة سردية وبنجهز إن احنا نكمل بقية الألعاب خلال الأجاس نصف سنة والفصل الدراسي التاني مصر زي ما قلت إمكانيتها دلوقتي تؤهلها إن هي تنظم البطولات سواء العربية أو الفرقية أو الدولية مصر زي ما أشرته الحمد لله خلال السنة اللي فاتت تضاف بطولة العالم الأسكواش والحمد لله جلنا من الاتحاد الدولي شكر على حسن تنظيمه وفي نفس الوقت على مستوى البطولة نفسها شبابنا وأولادنا من الجماعات المصرية حققوا الحمد لله المركز الأولى رجال ومراكز أولا سيدات وأيضا في الفرق إحنا بإذن الله للفترة اللي جاية كان في توجيه بأن يبقى فيه اتضافة لدورة الإفريقية للجامعات بعد احتضار دولة وظيفة لها لسنة 24 وإن شاء الله شغالين وبنعمل درقاتها بخير إن احنا إن شاء الله هنستطيع خزير الدورة على الأرض ده خبر جميل جدا دكتور عرفة لكن عايز أسأل حضرتك من عشر سنين مثلا كان ملف الأنشطة الرياضية داخل الجماعات المصرية مهمة للغاية وما كانش موجود على الخريطة بشكل كبير عايز أعرف من حضرتك إزاي وصلنا لهذا الإنجاز ودور الاتحاد الرياضي للجامعات في العمل ككشافة للموهوبين لأن احنا عندنا مواهب رياضية مبدعة جدا في كافة الجماعات المصرية في دور مهم جدا إزاي نكشف هذه المواهب وبنحقق من خلال هذا الكشف إنجازات حقيقية زي محراج ذكرت هقول حضرتك إن حمد يعني إحنا ما بنشتغل بنشتغل بشكل مدروس يعني بنضع قطة والسطة بيبقى لها موازنتها وبتضم مجموعة من الأفكار ومجموعة من الرياضات أو الدورات بهدف إن إحنا نحل طلبة الجامعات في مرسل الرياضة داخل الجامعات المصرية بشكل منظم وشكل مرتب وفي نفس الوقت زي ما حضرتك كده أشارت إحنا بنشتغل يعني إحنا نافذنا إزينت تحت مسمى دور الأبطال دور الأبطال ده نظمناه أو اشتغلنا عليه من خلال ثلاث نصر الدور ده فلسفته إيه أو الفكرة بتاعته إيه إن إحنا بالتنافس مدين طلاب الجامعات يبدأ من الصفوف أو السنوات الضرافية للجامعات يعني داخل الكليات مش الجامعات كمنتخبات بس كمان لا إحنا بندخل داخل الجامعات نفسها الجامعات فيها كان كلية الكلية كان فيها سنة دراسية والسنة الدراسية دي بيمارسوا أو بيتنافسوا في أكتر من رياضة على مستوى الجامعات المصرية فبصت لقي إن داخل كليات السجارة جامعة الفاهرة مثلاً أولة بتلاعي الثانية تانية بتلاعي الثالثة في أكتر من رياضة ده التجارة وبعد كده بنصعب الكلية اللي تتكب على مستوى الجامعة بتمثل الجامعات بعد كده بيبقى فيه دوري مدينة الجامعات وبعضها البعض في هذا الاتجارة بالإضافة للكلام ده اللي حضرتك أشاركي نحن ما بنكتفيش بالممارسين بالفعل للرياضة لا إحنا عملنا كمان داخل دوري الأفضل ده مراكز تعليم للرياضات نفسها يعني عرفها بحب رياضة بس عايز يمارسها لكن ما يعرفهاش فبيروح لمراكز تعليم داخل الجامعات المصرية وبناء عليها يعني هي أنشطة متكاملة عشان أبني بطل بشكل حقيقي يعني هي أنا مش بس يمارس الرياضة لا ده أنا فكر تصنيع بطل رياضي أنا هاجم أما حضرتك كمافل يعني مش رياضة بس إحنا رياضة وثقافة وصحة وكل اللي تجاه تقريبا شغالين عليها الحمد لله فالطالب الجامعي بيروح لمركز تعليم ده هلائي مدرب هلائي مكان يتدرب فيه هلائي إمكانيات مصروف عليها عشان نقدر نخلق الجو لعملية التعليم نفسها وبدأت بالفعل داخل الجامعات المصرية أولاد كانوا أساسا ما بيمرسوش الرياضة من خلال مراكز التعليم دي بدأوا يشاركوا في المتخبات بتاع كلياتهم وفي جامعاتهم وبقوا أسطال من أسطال الرياضة الجامعية إحنا عندنا كمنا في الاتحاد مركز دولي للعلوم الرياضي هذا المركز يعني باستقافة رياضية فبنعمل ورش عمل بنعمل ندوات بنعمل دورات الهدف منها لنشر استقافة رياضية داخل الجامعات المصرية من خلال الجانب الإعلامي من خلال الجانب الصحي دورات لها علاقة بالحاجات اللي هي متعلقة بالإسعافات متعلقة بالتغذية الجانب الإداري إزاي يقدر يدير العملية الرياضية داخل الجامعات المصرية سواء كان موظف أو طالب الجانب التدريبي كمان دورات تدريبية بنجيب محاضرين على أعلى مستوى عشان يقدروا يحسنوا من الجانب الثقافي لدى المشاركين في هذا المرسل طيب دكتور لما بنيجي نتكلم عن الاتحاد الرياضي للجامعات إزاي بيقوم بدور الكشافة عشان يدور على موهوبين في الجامعات المصرية بيبقى في طلبة موهوبين ولكن محتاجين رعاية ومحتاجين حد ياخد باله إنهم عندهم موهبة رياضية ومحتاجين الدعم ده طيب أنا هقول لحضرتك على الحاجة نحن السنة دي بنعمل حاجة كمان جديدة تحت مسمى الندوة التعريفية بالاتحاد الرياضي لجامعات هذه الندوة نفسنا كنجلس إدارة بالروح للجامعات نفسها وبنطلب من رؤساء الجامعات إن احنا عايزين نعمل ندوات داخل الجامعات وهذه الندوات بنعرف بيها الطلاب إيه هو الاتحاد الرياضي للجامعات إزاي نقدر ننفذ نشاط إزاي نقدر نمارس الرياضة داخل الجامعات والشرط إن أنا أكون دلعب في نادي أو منتسب الاتحاد أو هكذا وبالتالي وعلى هامش هذه الندوات بنعمل مسابقة رياضية المسابقة دي بيقاليها جويس فبص تلاقي في مشاركة من الطلاب والأولاد نفسهم أو البنات بيدخلوا الندوات دي يطلعوا منها عندهم خلفية إزاي نقدر نعمل نمارس الرياضة دي حاجة الحاجة الثانية إحنا عندنا على مستوى جامعات المصرية كلها في قسم رعاية الشباب وهذا القسم من ضمن الأخصائيين اللي فيه اللي هو الأخصاء الرياضي ده الإيد بتاعنا داخل الجامعات المصرية وده اللي بينافذ الشغل بتاعنا داخل الجامعات المصرية فده الكشاف اللي حضرتك بتقولي عليه اللي هو ممكن من خلاله اللي احنا بنبقى أولاً بنسعى إلى أن احنا نطوره إدارياً نطوره علمياً داخل مركز العلوم العنجاني وبالتالي بنواجهه إزاي يعمل عملية الاتكشاف داخل الجامعات المصرية ما يستناش أن الطالب يتوجه لرعاية الشباب ويقولهم أنا بمارس رياضة ما شوفوا حنشترك مع بعض في مسابقات إزاي لا هو اللي بيقوم بقى بتعريف الطلاب والوصول ليهم بشكل يعني في المحاضرات وفي الندوات وفي مختلف الأماكن في رواق الجامع علشان يقدر يقولهم أن احنا عندنا أنشطة تقدروا تمرسوح بالضبط يا منا وعاكمان اللي أنا نويت عليه اللي هي مركز التعليم هي ما تبقاش في الأماكن مغلقة يعني احنا مثلاً بنعمل أماكن مفتوحة الأماكن دي بيتواجب فيها المدرب بيتواجب فيها الأحصاء الرياضي الطالب بيبقى طالع من محاضرته لاقي المكان نفسه سواء بقى بني باستس أو سواء بجهاز لفرد سرعة سواء لطربيز السن الصولة صحيح طالب تلاقي أن الطالب نفسه هو ماشي شايف الحاجة قدامه من خلالها بيتشجع بيبدأ يروح للمكان وبيطلب من المدرب أنا عايز أتعلم من رياضة وبيطفل فيه برمانج التعليم النفس وهكذا ده الشيء عظيم جداً طبعاً كل التقدير والتحية لحضراتكم وكل القائمين على هذا المشروع الكبير جداً احنا أمام مشروع لصناعة أبطال حقيقيين في ألعاب مختلفة زي ما شفنا الإنجازات اللي اتحققت في لعبة السكواش وزي ما حضرتك قلت كمان الطالبة دول والجامعات المصرية هيشاركوا في بطولات خارجية دولية بشكر حضرتك شكراً جزيلاً دكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات وصباح الخير على حضرتك مشاهدينينا نسا مجاول مليلين معاكم خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باية حلقات فقدان الوزن والوصول للجسم المثالي ده الحلم لأغلب الأعام لكن في الفترة الأخرانية بقينا بنشوف كده أنظمة غذائية كتير بعضها بيعتمد على عنطر غذائي واحد والبعض التاني بيعتمد على أن الناس تبطل أكل ممكن توصل لمدة يوم أو اثنين وبيكتفوا بالمشروبات أعتقد ده ممكن يكون لي مخاطر صحية كتير صعب أول واحد يبطل أكل يوم أو يومين دي تبقى صعب جداً طب خلينا نتعرف مع حضرتكم على أنواع الدايت والأنظمة الغذائية اللي بتساعد في إنقاص الوزن وأهم الأنظمة دي اللي لازم تكون أنظمة صحية كمان يعني زي الواحد يعمل دايت ويخس لكن بشكل صحي بشكل كبير نرحب مع الدكتورة ماروة نوح واستشاري التغذية العلاجية من ورانا صباح خير مصر صباح خير ماروة زيكم أخباركم إيه؟ الحمد لله تمام كله تمام نبتدي مع حضرتك إيه أهم الأنواع الصحية يعني أعمل دايت وفي نفس الوقت ما أثرش على صحيتي بشكل كبير طيب خلينا نبتدي بالعكس زي ما ابتديته لأن ده موضوع مهم جداً وبنعاني منه مش في مصر بس في العالم كله عندنا حاجة اسمها فات دايت الفات دايتس دي ببساطة أنظمة الغذائية اللي بتطلع موضة في فترة من الفترات ويمكن إحنا على بنسمع كل شوية نوع اسم دايت جديد ده بيخسس قوي أهداف الأنظمة دي اللي هي نخس بسرعة الناس بتزهق مش عايزة تغير من النمط الغذائي وهي دي أساس المشكلة إن ما فيش حاجة اسمها دايت أخسه وخلاص يعني هي كل الناس في العادات تيجي تقولك إيه؟ أنا عملت خمسين دايت وخسيت وتخنت لأنه هو النمط الغذائي أو العادات أصلاً غلط فكل الناس بتلجأ للفات دايتس أو أنظمة غذائية ترندي بتطلع موضة علشان يعملوها يخسوا بسرعة جداً وبعد كده بيرجعوا تاني لوزنهم لأنهم بيرجعوا العاداتهم العادية والأنظمة دي أياً كان اسمها وهنتكلم على أنواع منها بتعتمد أنها بتشيل فود جروب يعني مجموعات غذائية بتشيل تماماً زي الكيتو مثلاً بتشيل النشويات تماماً منها الفكهة حتى منها البقول مثلاً لفترة بعد شوية بندخل فيها شوية حاجات فرغل بتدخل الفكهة اللي بنشويات ولا إيه اللي بنشويات ولا إيه دا مش صح لأنه ربنا خلق أنواع فكهة كتير وأنواع خضار كتير وبقول فالضايت الصح أو النظام الغذائي الصح اللي على طول بيبقى فيه جميع المجموعات الغذائية الطبيعية اللي بتمد الجسم في جميع العناصر الغذائية لأنه أكيد كل الحاجات دي موجودة لوظائف معينة وببساطة بنستبعد الحاجات اللي بنسميها أو صعرات فرغية تبدينها صعرات عالية جداً بلا فائدة وكتير بتبقى بضارة زي اللي بنسميها اللي هي النشويات البيضة ديق لبيض والسكر لبيض ده ببساطة يعني أساس الموضوع بيقولك الويت لاص اندستري اللي هي في العالم كله في أمريكا في سنة 2020 كانت بقيمة 71 بليون دولار بمعنى إيه؟ الحاجات الترنز اللي بتطلع موضة من كتب لأنظمة لبرودكت الحاجات المنتجات اللي بتتبع إيه؟ خالي من السكر خالي من الجلوتن الحاجات دي بيزنس يعني بتجي فلوس 71 بليون دولار في أمريكا في 2020 يعني هي صناعة بيزنس لكن لو جينا للأساس الطبي الصح إن إحنا بناكل عشان صحتنا تبقى كويسة دي قصة تانية خالص ما لهاش علاقة بإن أنا بشين مجموعات غذائية أساسية من يومي عشان أخس هو أنا بنظم أكل وكل الدراسات الجديدة وكل الكلام الجديد إن أنا ما ببقى بنعش نفسي من حاجة عشان الناس برضو بتتخد نهاية تفاحة طول النهار وحفنة لا وبردو كمان دكتور فكرة مثلا نقولك مثلا سم المتقطع أو الكيتو أو غيرها من أنظمة الدايت إن أنا ما أفطرش مثلا يعني ودبة الإفطار بنلاقي بعض الناس بيقولك طب أنا ما أفطرش أو أأخر الأكل بشكل كبير أظن ده بيدر الجسم يعني دي ودبة مهمة جدا بتديني الطاقة والحيوية عشان أشتغل وأكمل يومي طبعا ده صح بس يعني أنا برضو عايز أقول للناس إن السيام المتقطع مش نظام دايت هو نظام صحي يعني هو زي السيام رمضان تمالي بنتكلم على فوائده وبيزود المناعة وبيساعد الجسم إن هو يتخلص من السموم ويوي بس في ناس في رمضان بتندر يعني أما باكل في الويندو بتاع الأكل بتاعي من ساعة الفطر للسحور أكلات غلط وحلويات والحاجات اللي بتضر الجسم أكيد الجسم ما بيستفتش لأنه بيتعب جدا فترة الصيام على ما يتخلص بالحاجات المضرة فالصيام المتقطع أكتب نظام صحي وحتى كان فيه كنت مرة في مؤتمر فكانوا بيقولوا يعني حتى الأرلي إيترز ولا اللي بيأكلوا متأخر حتى لو كان نفس كمية الأكل يعني أو نفس أنواع الأكل طبعا الأكل بالنهار أحسن زي ما حددك بتقول إن إحنا طاقتنا كلها بالنهار الأولاد بتروح المدرسة بالنهار فنقول مثلا الأولاد لازم ياخدوا واجبة الفطار عشي بقى فيه طاقة إحنا بنشتغل فلازم واجبة الفطار لأن الأكل أصلا من فوائده اللي بتمدنا بالطاقة والنشويات هي مصدر الطاقة الرئيسي للجسم فالناس برضو اللي بتعمل دايت ستشل النشويات كلها عشان أنا بعمل دايت زي نظام الكيتو لأ وأنا باكم نشويات صحية بتشوري علي لي فالنشويات صحية والنقطة التانية اكمال مناسبة الجسمي والحركتي واليوم يعني اللي بيشتغل مثلا مجهود ذهني غير اللي بيشتغل مجهود ذهني وبدني دا أكيد بيحتاج طاقة أكتر من دا فالبوينت دي مهمة قوي إن الناس تبتدي تستوعبها إن أنا مش معنى إن عايزة أمشي بنامط صحي وهخسر فيه وزن على فكرة يعني مش هيفضل وزن زي ما هو إن أنا مش هيكون خالص وإن أنا هتحرم من ملزات الحياة يعني إحنا بنقول الأكل من ملزات الحياة على فكرة طب فبرضو عشان أخس في وزني أو إن أنا أبقى مزبطة صحتي لإن إحنا تمالي بنقول أنواع الدايت مش إن أنا أفقد وزني بس ودي مهمة جدا نستعرف حافظ على صحتي بس نمر واحد لأن كل دلوقتي إحنا البرانش بتاعنا في طب اسمو تغذية على جه فإحنا بنساعد الأمراض إن أنا تجنبها يعني نقلل للريسك فاكتور بتاعها يعني مثلا لو حد عيلته فيها سكر أنا أمنع أن يجيلي سكر يا إما ساعد العلاق بنظام أكل معين بس أنا عايزة أقطعك يا دكتور إحنا اختلافات بتبقى موجودة بين الناس وأهداف في الناس بتختلف يعني فيه ناس بتبقى عايزة تعيش بلايف ستايل مختلف فيه ناس عايزة تنقص وزن وبتنقص وزن بسرعة مش لازم دايما بيبقى للعوامل الجمالية لازم تقلل وزنها بسرعة عشان تعرف تتحرك فيه ناس عندها مشكلة في التنفس فلازم تقلل الدهون من محيط بطنها مثلا فبتلجأ لأنواع داية معينة تساعد وبعدها تبتدي تعمل بالانس فيه أطفال بيبقى عندها سوقتها زي فيه رياضيين محتاجين أنواع زيادة يعني كل واحد بيبقى له حاجة لايق عليه وحسب هو عايز إيه مش لازم تقديح تياجه لكن هو عايزه جدا وده يحترم جدا عشان كده بقول إحنا مختلفين بس ممكن أخص بسرعة عشان حالة مرضية زي ما حريك قلت ركب أو دهري بسرعة صحية هو مش لازم عشان أخص بسرعة أعمل حاجة يعني فيها حرمان للجسم قوي أنا ممكن أخد من كل العناس الغذائية بس بدل مثلا ما أنا هخص عشرة كيلو في ثلاث شهور ممكن أجيبهم في شهر ونص بأن أنا هقرس زيادة بالنظام الغذائي الصحي بأن أنا هاخد كل المجميع الغذائية بس بطريقة معينة عشان كده تمالي بنقول إيه استشارة طبيب لللي مش عارف يعني الناس اللي عارفها وحفظة جسمها وعملت كتير وعرفت إزاي بتخصه وصحيتها تبقى كويسة أن أنت بتختلف أن أنت حد خصة العشرة كيلو في شهر ونص تحت عينه أسود وجاله أنيمية وشعر يعني أنا بيجيلي في العادات كده قصيت أقطع شعري بالتدايقة بشرتي مش شكلي مش حل كل شيف نقول أنت عينة بالزبط وحد تاني خص نفس الكمية في نفس الوقت وممكن يكون نفس الوزن خاسس وشه أحفا انتاني بيقول لهم إيه أما تخصوا لازم شكلكو يبقى أحلى كده أنا خصيت صح يعني كده أنا خصيت وأنا باخد لعناصر الغذائي الصحيحة فهي دي اللي بتفرق إن أنا صحتي فرقت تحليلي قبله وبعض طب أنا ممكن أخصه يجيلي أنيمية ويجيلي نقصة المهمة جدا دكتور مارو أخص إزاي بشكل صحي إنه فيه ملاحظات كتيرة ناس بيخسوا فتلاقي الناس بيقول لهم شكلك تعبان انت في حاجة تغيرت فيك وده بيأثر كمان في نفسية طبعا وهو كمان يكون عامل مجهود تشتاقة كمان إنه يشتغل إنه يدي بيبقوا تعبانين إنه دايماً بيبقى مفار انتقاد بشكل كبير عايز أسأل حضرتك دايماً التحدي بقى أنا خصيت كل حاجة زي الفل تمام إنه أحافظ على اللي أنا حقق مشكلة الناس كلها أنا بخس من هنا أو أي حد مش أنا يعني أو أنا ممكن أكون هنا برضو ساعات بخس من هنا وبعد شوية طب الموضوع يرجع إيه صح يرجع ته تتضبط إزاي ده دكتور ما هقول لك لأنه دلوقتي بقى فيه يعني برضو جزء تعليمي اسمه إزاي يعلم الناس تغير الهابتس يعني أنا عادات بس كده العادات لازم تتغير على فكرة أول حد بيخش يقعد قدامي أو بيسألني في أي قعدة عمل عمليات عشان بيبقى فيه ساعات حالات مرضية محتاجة أنها تعمل عملية أو سواء عمل أي نوع دايت بقول لهم كده لو ما تعلمناش عادات جديدة هو إلا أنا عملته سواء دواء أو سواء دايت أو سواء عملية ما هو إلا وسيلة لتسريع عملية الخصية إن أنا خصة أسرع لو ما طلعتش من القصة دي بتغيير عادات أنا هتخن تادي فهي الفكرة إن إحنا نمط حياتنا الغذائي مش مزبوط عشان كده بقى عندنا أطفال كتير زي ما بتقول عندما قاومت إنسولين نخلاف سكر عندما شاكل في عطمها وركبها هم أطفال وفي الرئيوح يلعبوا رياضة كابات يجيون لهم القصة دي ليه عشان النمط الغذائي في البيت مش مزبوط ما هم أطفال يعني أهليهم اللي بتأكلهم أو بتشتري لهم أو كذا في المدارس في النوادي إحنا الكبار الحاجات اللي أنا بطلب بشتري من بره باكل بره كتير فعندنا عادات لازم تتغير منها على فكرة إزاي نطبخ في البيت يعني دي ممكن أنا متولية القصة دي شوية مش حكاية أكل دايت هو الناس فاكرة أكل دايت من أنا حشوي طول النهار والأكل بايت مكلف جدا بالزيوت أو سمنة أو أي حاجة بالزبط إحنا إزاي بنطبخ الأكل العادي وبصورة اقتصادية على فكرة وبالحاجات اللي في البيت لا محتاجين نجيب حاجات غالية ولا محتاجين نجيب كمية بروتين كبيرة الأكل اللي في البيت الخضار البقول الحاجات دي ممكن بنعمل منها وجبات صحية جدا مغزية جدا مش بيع جدا وخص في الوزن فوتعلم كمان مهم جدا في حكاية إن أنا أعمل الأكل في البيت ما أشتريش من بره إن إزاي نتعلم نعمل أكل بسرعة إن محدش بقى عنده وقت إن يوقف في المطابخ سواء ستات بتشتغل أو عندها أولاد حتى لو ما بتشتغلش فاللودز أو الأحمال والهموم بقت كتير فإزاي نتعلم نطبخ في البيت بصورة اقتصادية وصحية وسريعة دي من الحاجات اللي لازم الناس تتعلم لأن دي بتفرق جدا وعلى فكرة يعني بقى كتير بشوفوا كتير من المراهقين ومن الناس اللي بتشتغل زينا بيروحوا لشغل دلوقتي بأكله ليه بقى اكتشفوا إن أكل برا وكلف جدا مش مش بيع متعب كمان يعني ساعات بيجيب أمراض كتير للأسف متعب جدا تلاقي بطني كركبة مش مظبوطة على الطول دخول الحمام مش مظبوط بأنه بدأ سهل وي وي وكمان بيتاخن وكمان ما بيمدش جسمي باللي أنا عايزه هو بيبسطني وعلى فكرة مش معنى الكلام اللي أنا بقوله إن الناس حتتحرب مش هاكل مرة حتة بسبوسة حلوة مش هاكل مرة ساندوتش حلوة هو أنا حاكله بس لازم نتعلم على جسمي أنا على طاقتي أنا على مجهودي أنا حاكله كم مرة بكمية قد إيه وحاكل قبله إيه وبعده إيه وحاكل معا إيه بس بيت اليوم في الموضوع تي دقيقة قوة منا قبله إيه وبعده إيه هاقولك ليه علشان أنا ممكن أخد ساندوتش مثلا بيرجر ولا حاجة وحاخد معاي جنبه وسلطة مش هاخد معاي جنبه بطاطس محمرة كالت البطاطس محمرة حاكل جنبها هل سلطة مش حاكل جنبها يعني نوزن علشان بالموضوع ما ياخدش على سيطرة بس اللي عايزة أوصلها للناس عشان دي مهمة جدا جدا وانا مش بعمل كده أم والله أنا مش حاكل بعمل كده خانو والله بيعمله كده انا لسه الكلمة دي بالزبط نفس اللي أجلتهم يعني بيحسبوه أنا من الصعارات اللي أنا أخدتها إيه من أول اليوم تتحاسب بالشكل الضقيق يعني هي الصعار بحيس نبطي أسر تمني بقول مش صعارات بس هي صعارات من إيه كمان يعني هي صعارات من إيه معنا ممكن أخذ مثلاً 100 سعر من شوكولاتية و 100 سعر من طفاحية والإثنين أدوني 100 سعر بس أنا أخذ جسمي استفاد بإيه؟ بإيه الفايدة الأكتر؟ فإحنا عايزين نعلم الناس إن هي وزننا مهم لأنه بيجيب أمراضها ما بيكون زيادة نحنا بنسمي السمنة مرض الأمراض دي قصة، قصة تجميلية قصة بتبقى على دي بس أنا مش عايز أعلم الناس كده أنا عايز أعلمهم إن صحتي في الأكل اللي باكلوا يعني الأكل اللي باكلوا بيفرق في صحتي، بيفرق في أمراضي، بيفرق في علاج أمراضي، بيفرق في طاقتي، بيفرق في مودي يعني حتى دلوقتي الموت بيتكلموا كله وتركيز الولاد وي وي الأكل يعني دو إحنا صغرين قلونا إيه؟ أعلم امتحنات كله سمك كتير صحيح، عشان الزكرة أو اللو؟ ليه بقى عشان أميجا 3؟ ده نوع من أنواع الدهون الصحية اللي موجود في الأسماك مثلاً، موجود في حبوب بذور الشيء وبذور الكتان دلوقتي فموجود في حاجات نباتية تانية، فهي اللعبة جسمي هيستفيد إيه من الأكل؟ لو أنا فكرت كده، مش هزيد في الوزن لأن أنا طبعاً يقول أكل البيت ما بيخوفنيش في زيادة الوزن، أنا بيخوفني الأكل بره والحاجات اللي محطوطة في البيت اللي إحنا بنشتريها من بره، هكتبكوش كيعاً اللي كياس بقى اللي هي الحجوية بيرضع لك دي اللي بتتخن، ما بيجي لكش حد تتخن مهما كل في الظهر، كل قد إيه؟ وطبعاً مواعيد الأكل، إن أنا برضو أكل الوجبة الأساسية بالليل، وهو برضو الهرمونات ربنا خلقنا بالليل للنوم والنهار للحركة، فالحرق أكيد بالنهار أحسن وطبعاً جداً الأكل قبل النوم على طول، دي مشكلة، أو بالليل بصفة عامة يعني إنك تاكل لازم تبقى فيه وقت قد إيه الوقت يا دكتور ماروام، قبل آخر وجبة وبداية نوم يعني المفروض مش أقل من ساعتين تلاتة، فيه ناس بتقول أربعة، بس دايما بقول لك كما كنا في المؤتمر، كان برا مصدق أكبر مؤتمر رسمنا بيحصل في العالم، كنا بنتكلم على السيام المنتقات تاكل، بيقول لك يعني أنا ممكن عندي 8 ساعات في السيام المنتقات تاكل فيه، ممكن أعملهم بالليل، ممكن أعملهم بالنهار نتيجة بالنهار للجسم والصحة، الجسم بيستفيد أكتر من ساعات السيام بالليل لأن ده الطبيعة اللي ربنا خلقه إن أنا مع غروب الشمس أو مع بالليل، الهرمونات بتنام وهرمونات بتبقى صحية، والجروف هرمون بيطلع، يعني حاجات كتيرة الجسم بيستفيد منها من حكاية إن أنا قبطت الأكل بالليل، إن الجسم ووظفته بالليل مفروض للإسترخاء والنوم والراحة يعني حتى لو مش هنام، بس مش المفروض إن أبقى مشغل جسمي زي أنا بالنهار، هيدي الفكرة فلاقوا إنهم عملوا بحيث عن اللي بيأكلوا بالليل وبيأكلوا بالنهار حتى بنفس السيام ونفس السعرات من نفس المجوات الغذائية اللي كانوا بيأكلوا في الساعات النهار، كانوا بيجيبوا نتائج أفضل كتير من اللي بيأكلوا في ساعات بالليل حتى لو أكل صحي فطبع الأكل التقيل بالليل بتاعنا إن أنا نروح الساعة 11 و 12 و 10 بالليل، كل وجبة تقيلة ناخد بالنا الفرق ما بين إحنا جعانين علشان إحنا جعانين، ولا إحنا جعانين عشان إحنا زهقنين، ولا إحنا جعانين عشان إحنا زعلنين دي الإموشن الإيتك بقى، دي الحاجات، ولا إحنا جعانين عشان بردانين، كل الحاجات عشان بردانين دي دخلت الشتا وأكل بالليل ده، لو تفكروا، الحلقات كلها، دخول الشتا وبدبقى جعانين لليل طويل وبردانين، دخول رمضان عشان بنبقى صايمين وجعانين، دخول الصيف عشان النهار طويل، وبنسهر، لها تبريري يعني، مفيش مشكلة فكرة، فلو فكرنا هنلاقي إن إحنا طول السنة عندنا مبرر إن إحنا بناكل عشان نتبسط، وإحنا نأكل عشان نتبسط على فكرة إن هو الأكل حلو، كلنا بنحبه، بس أنا تقالي بقول لهم إيه؟ بدل ما أكل في يوم بسبوسة، وكشري، وطعمية، وفول، وشوكولاتة، وشيبس، وأشرب مياه غزية، وأشرب عصير، أقسمهم طول الأسبوع، كل يوم أكل حكتين، وأكل بقيت اليوم أكل طبيعي، كده عمري ما حزيد، وعمري ما هتحرم، ببساطة، حنسمع كلامك الدكتور، أوعادك حنسمع كلامك، مشكورك شكرا جزيلا دكتور مروى نوح، استشارة تغزية العالجية، نورتينا وشرفتينا، ومرسي جدا على النصائح الجميلة، مرسي جدا، شكرا مشاهدينة دلوقتي معدنا مع موجز الأهم الأنباء، مع هالة تفضلي هالة شكرا منا، التسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينيتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ستة فلسطينيين في قصف قوات الاحتلال بطائرة مسيرة مخيم نور شمس بمدينة طول كرم بالضفة الغربية كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم نور شمس لليوم الثاني على التوالي بقوات كبيرة يرافقها جرفات وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الأشخاص خلال مداهمة عدد من المنازل بقرية كفر قدوم وفي محافظة طيرا مالا والبيارا اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات وأطلقت الرصاص بكثافة خلال الاقتحام تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن الاشتباكات وقعت في أحياء النفق والتفاح والدرج بمدينة غزة مشيرة إلى اجتداد وطيرة الاشتباكات في المناطق الشرقية لخان يونس من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين خلال المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة مما يرفع قتله إلى 164 منذ بدء عمليته البرية في غزة استشهد 26 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل في خان يونس جنوب قطاع غزة كما استهدفت طائرات الاحتلال بشكل كثيف مخيم جباليا شمال القطاع بما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين كما استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البانتاجون أن القوات الأمريكية أسقطت أكثر من عشر طائرات مسيرة وثواريخ فوق البحر الأحمر وأوضح البانتاجون في بيان له أنه لم تحدث أضرار للسفن في المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أعربت فرنسا عن قلقها العميق من إعلان الاحتلال تكثيف عملياته في قطاع غزة وإطالة أمد الحرب ودعت الخارجية الفرنسية مجددا إلى هدنة فورية تؤدي إلى وقف لإطلاق النار معربة عن أسف باريس للقصف الممنهج الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الأيام الأخيرة كما طالبت الخارجية الفرنسية إسرائيل بتسهيل إيصال المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول إنساني كامل وآمن وبدون أواق بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الجهود الجارية لتسهيل التدفق المتزايد والمستدام للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة كما بحث الرئيسان الجهود العاجلة لضمان إطلاق صراح جميع المحتجزين لدى حركة حماس بما في ذلك المواطنون الأمريكيون واستعرضا جهود الوساطة المشتركة للتهدئة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بوزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان بحث الاجتماع الجهود المبذولة لإعادة المحتجزين المتبقيين لدى الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة والانتقال إلى مرحلة مختلفة من التصعيد الجاري في القطاع فضلا عن خطة سلطات الاحتلال عقب انتهاء العملية في غزة ورياضيا فاز الاتحاد السكندري على ضيفه فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على السادة الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة العاشرة لمسابقة الدول الممتاز وبهذه النتيجة يرتفع الرصيد الاتحاد السكندري إلى 15 نقطة ويرتقي للمركز الرابع بجدول الترتيب بينما تجمد الرصيد فاركو عند خمس نقاط في المركز الأخير للمسابقة انتهى مجزو التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل من جدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية وصباح الخير يا مصر الحقيقة احنا علينا مهمة كبيرة جدا ومسئولية كبيرة كل أم وكل أب في تنمية مهارات أطفالهم من سن سنة لخمس سنين بنقعد مع أطفالنا بنلعب معاهم بنقضي معاهم وقت لطيف لكن مهم جدا أن احنا نعرف أن اللعب ده بيشكل شخصيتهم لما يكبروا مهم جدا نختار إزاي نلعب معاهم اللعب ثقافة وتعليم وحياة اللعبة اللي احنا ممكن نلعبها مع طفل عنده 3-4 سنين دي ممكن تأثر في حياته بعد كده مهم جدا نعرف إزاي نتعامل مع أطفالنا ونختار الألعاب معاهم ونشتغل معاهم في السن ده منه من سنة لخمس سنين أكيد عشان كده في ناس كتير بتبقى عايزة تسأل يا طرى فيه أنشطة معينة لازم نعملها مع أطفالنا عشان مهاراتهم تنموا بسرعة هل فيه ألعاب يمكن تساعدنا أنها تنمي قدرات الطفل الأم بتبقى حيرانة والأب كمان أي أن كان الموجود مع الطفل ميم في البيت بيبقى حيران يسيبه على التليفون للأبليكيشنز أو للتطبيقات المختلفة اللي بالمعتقدين أنها ممكن تكون بتساعده في المهارات اللغوية أو يكتشف حاجات جديدة ولا نعود معاه ونخليه يلعب لأنه برضو طول ما هو قاعد في البيت بشكل أو بأخر دايما بيبقى زهقان مهما نعملنا نشاط خلينا نعرف بقى إيه اللي ممكن نعمله من ضفتنا في الستوديو دعاء كارسون مدربة التربية الإيجابية للوالدين صباح الفل عليكي أهلا وسهلا بيكي أهلا بيكي أهلا بيكي فعلا أنا كأم وكأب موجودة في البيت مطالبة طول الوقت بتسليط الطفل وتعليمه بشكل إيجابي من سن سنة لسن خمس سنوات هو إحنا مش لازم طبعا طول الوقت نبقى مطالبين إن أنا بقاعدة جنب الولاد بلع معهم 24 ساعة في وسط الضغوطات بس ولادنا محتاجين مننا شوية إن إحنا في وسط زي ما أنت قلت التكنولوجيا والموبايل والتابلت إن إحنا نجذبهم بألعاب شوية بس في هنا نقطة مهمة أوي إن الولاد أصلا سبحان الله من أول ما بيتولدوا من عمر يوم لحد سنتين في حاجة مهمة جدا جزء في المخ حتى علماء المخ العصاب بيساموا البيبي أول ما بيتولد جنين خارجي ليه؟ لأن هو زي البيبي بس هو لسه في حاجة ما اكتملت شوية الجزء الأمامي من المخ الجزء ده عشان يتطور محتاج إن أنا طوال الوقت أبقى في تفاعل مع طفل وبوفر له حاجات يلمسها بإيده يشوفها بعينه يكون فيها تفاعل على عكس الموبايل والتلفزيون الطفل بيقاعد عامل كده بس لكن هو ما بيتفعلش أنا عايز أقف عند كلمة يلمسها بإيده دي التربية الإيجابية اللي بتخلي كل الأطفال قاعد عملات العب في الدقيق ومش عارفة يعملوا إيه بحاجات وتلاقي البيت بعد شوية صغيرة علشان تربية الإيجابية يعني الموضوع ده برضو خلينا نقول ده ده لازم يحصل عشان يبقى فيه تربية إيجابية ويبقى فيه مهارات بيكتسبها الأطفال باللمس وانه ينفع نعمل حاجة تبقى بتهون على الأم وتعرف كمان تتعايش مع البيت هو خلينا طبعا نفرق ما بين التربية الإيجابية كمنهج تربوي ومنهج المونتسوري كمنهج لتنمية المهارات ففي التربية الإيجابية بنقول للطفل إده للطفل المسيح ومش بس التربية الإيجابية أنا كمان أخصي تعديل بسلوك من جامعة عين شمس اللي هو المنهج اللي ندرسه من مئة سنة فيه نفس المبدأ فهو الموضوع ده موجود في المدارس التربوية من زمان بس الفكرة في أن أنا بوفر النشاط إزاي وفين وإمتى ده مهم جدا لأن الطفل أنا بوفره النشاط هو حقه بس أنا لازم أعلمه حدودك مش أن أنا همسك الدقيق والألوان ويلا بينا في البيت في كل مكان وماما الدنيا تتبهدل لا هو كمان من حقه يلعب ومن حقه علينا أن نعلمه أن فيه لما تسفي حدود فيبتدي الطفل يكبر يروح للحضانة عارف أن فيه حدود في الفلس حدود في التعامل مع أصحابه وده بيبتدي من سن صغير قوي وده سؤال مهم أم هاتكي ستي تقولي إمتى أبتدي يا ربي إبني إمتى أبتدي أوجهه وأقوله كده صح كده ما ينفعش إحنا عندنا قاعدة أن الطفل أول سبعة سنوات الطبيعي أن يغلط بس مش الطبيعي أنه نسكت فهو يغلط بالضبط وأنا لازم أوجه فأنا عندي التواقع أن أنا مهما أعمل هو يبدأ ليغلط أول سبعة وده حتى في الدين الإسلامي أنه أول سبعة يتبدي مرحلة التوجيب وبعدين من بعد السبعة مرحلة التأديب لأن أنا خلاص زرعت في القواعد وبرضو عندنا ده في نفس المدرسة السلوكية القديمة من مئة سنة وبرضو نفس المبدأ اللي اتكلمنا عليه في علماء المخ والعصاب أن الطفل أول سبعة سنوات بتكون المخ بتاعه لسه ما كتمانش بمراحل التطور فأنا لازم أوفر له بس أحط حدود وهنا بقى نقطة أحط حدود إزاي فحديقة مثال أنت ذكرتي وفرت نشاط والطفل أساء استخدامه ما سكت دي وأقع كله على الأرض ههو عامل إيه ما هو انتهى الهدوء أنا لازم أوفر بسكت كبير أو سلة كبيرة يلعى فيها مش هدينه مساحة صغيرة لأنهم أصلا تبقى حركة إيديهم مش متزنة فأنا رحط له طبق صغير هياخد الديء من الطبق الصغير وقع الأرض لأنه عايز يعمل كده فأنا هوفره يخوفي من كده بس ما عنيفوش في الأول أنا سيبه يعني برضو فكرة أنه سيب الطفل على حريته لأنه ده بيطلع حتى قدرات إبداعية عنده منازم يتحرك ويكتشف العالم من حواليه الألوان يعني في بيوت كتيرة قوية أمينا تلاقي الأطفال بيلوينه على الحيطان ودي حاجة بتنرفس جدا لأباق الأمهات أنا هقول لهم حل بسيط قوي بيحطوا برق يميل أنا عملتها عندي في البيت عندي بنات الصغيرة يعني حطينا ورق بدل ما يبوزوننا الحيطان يعني وكي أنه بقى بيعملوا لوحات فنية فنحاول نعمل ده ودائما إحنا عندنا حاجة حلوة قوي في مصر إن إحنا عندنا دائما بلكونة صغيرة في كل بيت فأنا لنعيش ده الأمهات إحنا نستغل البلكونة الحلوة دي ونسيب البيت كده بعد ما يتنظف جميل ونستغل البلكونة شوية إي حيطة عندنا حط فعلا ورقة زي موت حضرتك قولت وتبقى دي مساحة اللعبة حتى لو صغيرة قوي فالولادة هتحس إن ده المكان المخصص إن أنا أرسم فيه فهنعمل قاعدة في البيت عايز ترسم على الحيط هتخش ترسم جوه هتيجي ترسم جوه في البيت هقولك لا ما ينفعش طيب عايز أسأل حضرتك أستاذ دعاء في مهارات كتيرة مختلفة في مهارات عقلية زهنية صح في مهارات حركية صحيح إزاي أتعامل مع كل مهارة ودوري هنا كأب وكأم إيه في التعامل معنا طيب إحنا عندنا أصلا البيبي أو ما بيتولد لازم نشتغل على ثلاث مهارات مهمة جدا عشان النقطة اللي اتكلمت عليها أن أول سنتين بينمو المخ بشكل كبير في الثانية الواحدة سبحان الله في مخ الرضيع بينمو 250 ألف واصلة عصبية العدد ده مش بينمو بعدما طفل بيتم سنتين بيبتدي بقى الوصلات دي تتشابك وتترابط فأنا عايزة كل أم عندها طفل أقل من سنتين بتسمعنا إن هي تبتدي تركز على المهارات الحركية إن أنا أسحف أتقلب أعود أمشي ده مهم قوي طب أعمل إيه عشان أوصل الطفل للمرحلة دي أهم نشاط بنسميه الجم بتاع البيب الرضيع إن الطفل ينام على بطن الأم بتشتكي إن الطفل اللي ما بتيجي تنيمه على بطن وبيبكي ويصرخ ويبدل يخبط رأسه في الأرض أو يبقى مش عايز يكمل فدائما أنا أقول لها استخدمي عنصر جذب حطيه قدامه إنتي أو لعبة مثلا زي ده معينا اللعبة دي والله أنا أبقى اللعبة اللي معاك يا رباني يكرمك يا رباني نبتدي بقى نمسك اللعبة دي وشغلوا بيها حاملوا صوت الأسد صوت القطة حتى لو وصلنا إن هو الطفل بينام دقيقة على خطرات اللعبة مواصفات اللعبة بقى هي حاجة غير قابلة إنها تقع في الزور إنها تتحشر إنها تدخل في أي مجرى للأنف إنها حاجة كبيرة ظهرة اختفت يبقى إحنا عارفين روحت فيها يعني فيه مواصفات للحاجة اللي بتتحطي جاذبة الانتباه وأنا بفضل جداً في السن اللي أقل من سنتين لأن أمهات كتير بيجي تشتكيلي كل حاجة على بق هو أصلاً الطفل في المرحلة دي بنسميه فموي يعني هو بيكتشف كل شيء عن طريق الفم فمن باب الأمان حاول نختار ألعاب قطنية نبعد شوي عن البلاستيك لأن البلاستيك برضو لو أم عايزة تشتري حاجة بلاستيك أو سلكم نازم تبع عارفة إن هي خالية من المواد المسرطنة من أوقات كتير ألعاب بيوعاد تصنحها من بلاستيك معاد تدوير وده من الصحي خالص للردع نحنا بنتكلم عنهم أقل من سنتين فهنستخدم الألعاب القطنية فإن الطفل بيبنام على بطنه وأنا أشغله بيها إيه تاني ممكن حاجة بتعمل صوت زي دي فالطفل هنا بيبقى بنمي عنده حسة السمع وفي نفس الوقت بلفت انتباهه وفي وقت التمرين على البطن فأنا عايد أشتغل على السمع الانتباه وبرضو عضلات جسمه عشان أخلي الرضيع يتطور نيجي بقى النقطة مهمة قوي ده معتقد عايزة صلاحه عن الأسر الكتير مع الرضع فضل البيبي بيتولد بيروحوا بقى يمحل الألعاب يجيبوا حاجات بقى بألوان مبهجة أورنج وأصفر هو أصلاً مش شايفهم الطفل الرضيع قول ما بيتولد أول ثلاث شهور بيشوف أسود وأبيض فقط فأنا لو رحت جبت إيه لعبة يتفاعل معها بألوان ليه المبهجة دي ومش شايفة مش هتفاعل فالأم تقول جبت اللعبة ومش بيلتفت ليها والفلوس ترمد في الأرض لأن أنا ما اخترتش لعبة مناسبة للوقت ده أو للسنة ده فإحنا عايزين نحط قاعدة إنه وابتدت محلات الألعاب هناك مصر يتوفر لنا ألعاب باللون الأبيض والأسود للرضع بتبقى قطن وفيها مثلاً بيعملوا الحيوانين فيها أبيض وأسود بالنقاط خطوط بحيث طفة نظر انتباه الطفل من يبتدي من ثلاث شهور لست شهور يبتدي الطفل يشوف الألوان بالتدريج أحمر والأزرق والأخضر والأصفر بقى الألوان من ست شهور فأنا لو هختار أي لعبة الطفلي أول ثلاث شهور هيبقى أسود وأبيض بعد كده هدخل أحمر زي مثلاً الكارد ده دي كروت مخصصة للرضع بتبقى معمولة بالألوان اللي الأطفال بتشوفها فأنا لو حطيتها قدام طفل طبيعي أنه يتفاعل معها لأنها باللون اللي هو شايف يعني التباين أو الكنتراست اللي موجود بين اللونين بيصور له أو بيساعده أن يشوف الأبعاد بتاعت الرسمة أو الصورة وبرضو لازم نروع المسافة الرضيع أقل من ثلاث شهور محتاجين إحنا ما نزيدش نبعد المسافة عن ثلاثين سمسي لأنه ما يقدرش يشوف على بعد جبير إحنا بنتخيل أن الرضيع أول ما يتولد بتبقى الرؤية عنده كاملة بس الرؤية بتتطور مع الرضيع أول ثلاث شهور خطوة بخطوة فمهم جداً عشان أساعده على كمان تطور حسة السمع والبصر بشكل قوي أن أنا أوفر له حاجات كده دي من سميها التحفيز البصري للرضيع فيبقى الانتباه عنده عالي الوعي طفله يبقى منتبه حتى كمان المعلقات ساعد برضو عاملين في المحلات تلوقتي معلقات بالألوان دي أحمر وأبيض وأسود من على أهل الرضيع كده فوقه بخيط عند أي أم وتعلى أهل الطفل بيحاول يرفع إيده عشان يشدها ويستخدم الحركة بالزبط فبيحرك عضلات إيده قدينا قوينا عضلات إيده قوينا الانتباه والبصر طيب كبرنا أستاذ الدعاء مع البيب شوي نمينا المهارات السمعية والبصرية والحركية زي ما حركت قلتي وبدأ بقى أن نخش في مرحلة العقل أو الانتباه أو التنمية الزهنية ودي مهمة جداً للأطفال لأنه دي بتشكل حتى زي ما احنا قلنا في المداية شخصيته بعد كده الناس بتستسهي الفاكرة أنه دي مجرد لعبة وتسلية وأن أنا بقضي وقت مع طفلي لا ده أنا كل حاجة بعملها معايا هي مسؤولة عن تكوين شخصيته لما يكبر إزاي بقى أشتغل وتعامل مع المهارات الزهنية والعقلية مع طفله إحنا أول حاجة نقطة كمان محتاجين نصحها بالجزء الزهنية أن الطفل الراضيع بيكون فهمنا ومستوعبنا من أول الولاد وأكتر حاجة بيكون المستوعبها وفهمها هو تعلقه بالأم لأنه عارف الأم من قبل ما يتولد عارف رحتها نبضات قلبها انفعلتها فالطفل سبحان الله بيتورد على فترة أننا عارف مين ماما ومنتبه لها في أي تفاعل ما بين الأم والطفل بيسر جدا المهارات الزهنية عنده الوعي فأنا عايزة كل الأمهات لو عندك راضياء أقل من 6 كلمين هتقول لي ما هو مش فهم هتكلم معاه بالزبط هتقول لي ما هو مش فهم أيها ما دي نقطة حلوة هو مش فهم بس أنا محتاجة أدخله كلمات عشان يسمع ولما يسمع بلحس برقاع الكلام بالزبط الأصوات فيبتدي هو لاحقا من عمر 6 شهور تبتدي مرحلة المونغان يعني إيه نقل للطفل بودول ده 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 با تا دي مقاطع أصوات جابها منين من كتر الكلام اللي سمعوا أول 6 شهور ده يساعدنا في إيه الطفل يبتدي يتكلم وحاليا منتشر جدا موضوع تأخر الكلام صحيح جاي منين إن إحنا لسه مش عندنا الوعي في فكرة إن الأطفال وهم صوارين أول 6 شهور بيسمعونا مركزين معنا محتاجين نكلمهم بالإضافة نحنا بنشغل التلفزيون كتير عشان نسكته فطبعا ده بيلغي جزئية التفاعل اللي تكلمنا عليها في الأول فالطفل مش بيبقى فيه فعل ورد فعل هو مطلقي فقط فما بيحصلش التطور الزهني والانتباه فأول قاعدة وأبصى القاعدة بدون ما أشتري ألعاب بدون ما أجيب أي حاجة تكلفني نتكلم مع ولادنا في المطبخ أنا بأعمل كذا كذا فقعدين مع بعض في قط اللابين أنا بأعمل كذا كذا قدامي أدوات الطعام الحاجات المحيطة بينا في البيت الأساس الملابس أعرفوا على أسمائها كل دي نسميها سلسلة المعارف الضمنية اللي لازم يكون المعارف يا فندم الضمنية دي حاجة من ضمن الثلاسل الأساسية اللي الطفل يكون أقل من ثلاث سنوات عارفها في اللغة كل ما يحب الطفل ملابس أدوات الطعام الأساس الحيوانات المحيطة بينا اللي ممكن يشوفها أجزاء جسمه إنه يعبر عن مشاعره الأساسية ودي نقطة مهمة قوي زي ما بنعلم الطفل معلقة وطبق وجباية محتاجين نعلم الطفل ست مشاعر أساسية من هو صغير أنا عايز أكل أنا عايز أشرب أنا عايز أنام أنا زعلان أنا فرحان أنا غضب الستة دول الطفل بيحسهم من بدر جدا وبيكونش عارف يعبر عنهم وعشان كده أميات كتير بتيجي تقول الطفل بيصرخ كتير إنه حيث الشعور مش عارف يوصله بالضبط طب هات تقولي يعني أنا لو هو اللي مش فاهمه ولا أنا اللي مش فاهمه هو مش فاهمه مين اللي مش فاهمه هو مش فاهمه طبيعة الحال لأن الطفل ما بيدركش الحالة الشعورية بتاعته أقل من سنتين هو بيكون معتقد إن أنا متصد بماما لسه هي حتتصرف بالضبط لما بيلاقي ماما مش فاهماني بينهار لأنه كده كأن الاتصال ما بيني وما بينها فقد فأنا عشان أسهل على الأم هي برضو مرهقة وطول الوقت ما بين ده وده وده وخصوصنا أم عندها أكتر من طفل هي مش تبقى فيها فأنا عايزها تدخل اللغة دي لما يجي وقت تشهور على سنة وسأيقول لي أنا عايز أكل وقال لها مش هيقولي على سنة بس هيقولك على سنة ومص أقولك على سنتين كل ما ابتدينا بدري كل ما الطفلة هيتكلم بدري جميل كل ما ابتديت متأخر كل ما الطفلة هيتكلم متأخر تي قاعد عندنا فأنا عايزين نصحح مفهو أنا هتكلم مع الطفل ومش هنتظر هو فاهم وأنا مش هاب أنا عمالة أدخل حصيلة وأخزن الكلمات وأربطها بالمواقف قلة العصبية والغضب بشكل أساسي في البيت أنا بدخل الكلمات بس ولا بدخل روتين وسلوكيات ممكن تكون بتدخل وقت الكلمات يعني أوتوماتيك أنا باخد الطفل أو أنا بقول له أنت جعان وبحط له الأكل يبقى عارف أنه عنده مكان مخصص بياكل فيه إن بعدها وإحنا بعد ما خلصنا أقول يلا نقوم نخسر إيدينا حتى وإحنا بنشيله يعني هو راضي يبقى عارف أنه ده مرتبط بده وقت البوتي ترينج أو وقت نزع الحفاظ إحنا نبتدي نقرن ده مثلا بمرحلة ما بعد الأكل فده يساعدنا أكتر أنه يبقى فاهم أنه ده مرتبط بده هل لو عملنا ده ممكن يساعدنا أسرع لأن إحنا شايفين الناس بتتكلم أنه طول الوقت لا أخروا المرحلة دي ما فيهاش حاجة الولاد الخليل العصبية عندهم ما اكتملتش أخروها لسن 30 و40 إيه أخروا؟ الترينج الأصدق خلع الحفاظة خلع الحفاظة دي فيها جزء طبي وأساسي ده كاترة المسالك البولية هي اللي بتحدده وهي اكتمال عضلات المسانة إمتى المسانة تبتدي مش كلما الطفل يشرب جزء مية تروح تعمله لأنه مش الطبيعي أن الطفل يخش كل ربع ساعة الطائرة ما حيتهلك فأطباء المسانة قالوا أن الأطفال عادة عضلات المسالك البولية وعضلات الحب بتبتدي تكتمل من 18 شهر إلى 3 سنوات عند البنات والذكور إمتى بقى دي؟ دي حاجة بتاعة كل طفل لأن كل طفل لي جد والجد ده بقى ياخد على الروتين ده ممكن يكون الروتين محفز أو مساعد مش بس في خلع الحفاظة في السلوك بقى أنه مرتبط بأن أكلنا بعدها بنغسل إيدينا يعني الترتيب اللي الأم بتبقى عايزة بعد شوية أن الطفل يعمله أوتوماتيك لازم تكون هي اللي عاملت الروتين ده؟ فيه نقطتين مهمين بس هرد عليهم في صحيحك من المهمين قوي في خلع الحفاظة مهمة قوي نهاية تحفزه من أول سنة حفزي الطفل وابتدي عوديه وعرفيه الطويلت لشي ما يخافش منه بس ما خلعش الحفاظة نائي غير لما لاحظ أن الطفل ابتدى كل ساعتين خلال النهار أفتح الحفاظة ألاقي الحفاظة جفة معناه أن المسانة بتقولي أنا العضلات بتاعتي ابتدت تتحكم وابتدت أحبث شوية الطويلت مش كل شوية بعمله فهنا دي إشارة جسدين أنا أبتدي الروتين الروتين بالنسبة للطفل بشكل عام فأي حاجة في يوم وعاملة زي الساعة أنا ببص الساعة 3 عندي اجتماع 4 رايحة لبيت الطفل بالنسبة له ترتيب الأحداث وتتبوحها بشكل معين هي الساعة بتاعتي فبيبتدي الطفل بعد 21 يوم من تثبيت حدث معين في نفس اليوم طفل أصلا لو ما حصلوش أقل من 3 يزعل ويتعصب كل الأم هات تلاحظ لو الطفل سفرت بيه لبيت جديد أو لمكان جديد كان مقاريف ده كان زعلان ليه تغير البيت والعادات اللي هو مرتبط بيها فإحنا نستغل الروتين من بدري في أن أنا عاود الطفل يقعد على الحفاظة ويخسل إيده ويتعاود كل حاجة بس في نفس الوقت نراعي في النجوزية الحفاظة دي مهمة ده برضو سبب دخول الأطفال في عند الشديد سلوكي مع الأم لما بنضغط عليهم في التدريب على خلع الحفاظة وهم مش مستعدين جسدين الكلام اللي قالته مننا وحضرتك الكلام جميل جدا وبيأكد لنا الدور العظيم اللي بتقوم بيهي الأم في المرحلة الحارجة دي آتي عظيمة كلكم يعني بجد يعني حاجة عظيمة دور مهم جدا في السن الدقيقة دي السؤال لحضرتك بقى المطلوب من الأب بإيه لأنه في الوقت ده أبقى كتير يقولك يعني الأطفال ببقى خليهم مع مامتهم بيزنوا كتير المسائل البسيطة دي الأم ممكن تتعامل أكتر هل الأب مهم يبقى ليه دور في التعامل والألعاب والاقتراب من الطفل في السن الصغيري راح نتكلم عنها ده نقطة مهمة وأول حاجة دور الأب مش بس مع الطفل ودور الأب مع الأم لأن الطفل النازئ في الأم ده محتاجة هي مثلا أبسط الأمور تدخل تاخد دش مش حارفة لأن الطفل بيما والأب بيسيبهم في قوضة يعني أنا مقدرة جدا طبعا ربانا يقين كل الأباء رجائين مش شغل تعبين بس فعلا لو كل أب فهم قد إيه بيبقى الإجهاد الزهني على الأم بالضبط بالضبط دور زوجته خاصة أول ست شهور من بعد الولادة الأمهات عندك تأمها بعد الولادة عندها مشاكل في الرضاعة عندها مشاكل طبعا في إرهاق في جسمها الرضاعة اليومية بتاخد بمعدل ساعتين جيم كإني روح تقعد ألعب ساعتين على المشاية بتاعت الجيم دي معلومة فأمي بتبقى مرهقة يجي الرجل من بره بيبقى فاكرها إن هي بتتدلع بس لأ هي فعلا تعبانة بجانب بقى الصريخ المستمر بتاع البيبي ما ده بيعلي عندنا هرمون الكورتزول بتاع التوتر فتيجي الأم تعايد بالليل فأنا طالبة منه مش أكتر من الحين خد البيبي نص ساعة وسيبها أقول لها عمليتها سامنة عايزة تقعد يساعدها بزرط وأحسن في العلاقة الأسرية اللي ما بينهم لأنه أنا ما خلفتش البيبي دا لوحتي أنا محتاجة أحس بالترابط الأسر للأسرة الجديدة برابة أنت سندني وأنا سنداج أنا مسؤول عنه وأنت مسؤول عنه بالضبط وطبعا مع مرهقة اللي هو طول اليوم في الشغل أنا مش بقول لا بالإضافة برضو إن إحنا بقينا في ظروف اقتصادية فيهم هات كمان بتشتغل أونلاين في البيت كتير فبتبقى محتاجة من زوجيا يتفهم إن هي برضو بتشتغل بجانب دور الأمومة فإيه مرهقة بعد كده بقى النصحح مفووم أصلا الأطفال عندهم حاجة اسمها سلوك التعلق بالأب من 18 شهر لأربع سنوات خاصة معزوك كلمة على سنة ونص يبتدي بابا يروح الشغل ودي بتجي كتير بيسرخ لماذا؟ طرح فيه؟ أنا عايزك أنا ألقان بالضبط فبابا هنا يعمل إيه؟ يثبت وقت بعد ما يرجع من الشغل 20 دقيقة مش أكتر من كده يلعب مع طفله لعبة مميزة لأن الطفل في السنة ده بيبقى مرتبط مع ماما هي اللي تعمل لي كل حاجة فييجي الأب يحاول يتدخل خليني يعني طيب أنا أساتي هنأيمه الطفل ينهاري وليه بصي هو اللي رافض فإحنا نعمل إيه؟ إحنا عايزينك يا بابا تسبت لعبة مميزة ماما ما بتلعبهاش مع الطفل تبقى حاجة كده ما بينك وما بين ولادك أنت اللي هتلعبها ده جداً بيكون العلاقة ما بين الأب وما بين الولاد طب لو أبه عنده بنت البنت بتاخد ثقاتها بالنفس من نظرة الأب طب لو أبه عنده ولد الولد بيتعلم من التصرفات الأب الزكورة فإحنا محتاجين جداً دور الأب ده يرجع تاني يكون في البيت يشوف الولد يشوف بيساعد موما إزاي بينزل للسوبر ماركت مثل إنه صغير أخذ الولد معي وأعلمه أنا بشتري إيه وبكلم الناس إزاي لأن الولاد برضو دي حاجة بقت منتشرة لأن الأم بقت هي طول الوقت اللي مع الولاد والولاد طول الوقت مع الأم في أمهات كثيرة بقت تيجي تقولني الولاد لما بيشوفوا رجالة في الشارع بيخاف ليه؟ لأنه طول الوقت أنا ما بختلطش أصلاً برجال يا مع ماما يا مع تيتا يا مع خالتو طفين دور الأب فإحنا محتاجين طول الوقت نعود الولاد من سنة صغيرة على التعامل مع الرجال بالإضافة الأطفال الخجولة بتبقى محتاجة شوية زقة من بابا يعني مش كل حاجة على ماما ودائماً بقى يجي الأم ما طلعتوش راجل لا بنتك متدلع قوي لا محتاجين من بابا ودعم شوية في المغارسة الاجتماعية الأدوار بتكون مجزقة في الأسرة عشان نقدر نبقى أسرة فعلاً سعيدة وأسرة فعلاً صحية في التعامل مع أولادها كل الشكر ليكي الأستاذة دعاء كرسون مدربة التربية الإيجابية للوالدين شكراً جزيلاً على المعلومات التي ألتهادنا نشكر حضراتك بجد استفادنا جداً من معلوماتك وكلمك النهاردة معنا مشاهدينا لسه مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر نروح لفاصل ونرجع من بعده خلوكم معنا لحد النهاردة احنا بتكلم على عشر سنوات اللي فاتت تم إنجاز العديد من المشروعات الزراعية والصناعية في سيناء الخطط دي خدت مجهود ووقت وتكلفة كبيرة جداً عشان في النهاية الهدف زراعة شبه جزيرة سيناء بمحاصيل استراتيجية تفيد الدولة المصري خلينا نتسأل إيه أهمية التنمية الزراعية اللي حصلت في سيناء إزاي الدولة قدرت تحول سيناء لمشروعات زراعية ده اللي حيجاوب عليه ضيفنا اللي موجود معنا في الستوديو الدكتور علي إسماعيل أستاذ المياه والأراضي بمركز البحوث أهلاً وسهلاً حضرتك دكتور نواتي أهلاً بيك يا فاني أستاذ المشاهدين صباح الخير على مصر صباح نواتي دكتور الشعب المصري وبنبارك للسيادة الرئيس علشان يعني طبعاً بفوزه بفترة الرئاسة القادمة علشان نستكمل هذه المشروعات اللي هي مشروعات التنمية اللي هو حركها يعني مشروع تنمية سيناء عايزين نقول إن كانت فكرته سناء التسعة وسبعين علشان نعمل مشروع زراعي في سيناء سناء التسعة وسبعين جاه الرئيس ده في أيام الرئيس أنور السادات لكن جاه الرئيس حسن مبوارك بدأ المشروع في تمانية في سبعة وتسعين وبدأت إطلاق طرعة مشروع التنمية سيناء لاستصلاح ربمائة عشرين ألف فدان في شرق القناة ومتين وعشرين ألف فدان في غرب القناة وده لكن نبص هذا المشروع هل هذا المشروع استكمل بالشكل الكافي ده المشروع حصل لطعصر وتوقف لحد 2011 ما كناش عملنا حاجة أكتر من استصلاح حوالي عشرين أو خمسة عشرين ألف فدان في سهل الطينة والمئتين ألف فدان اللي هما كانوا في غرب القناة وجود سادة الرئيس هنا عاد فكرة تعمير وإنشاء سيناء ونبص سيناء فيها احنا بنقول فيها هي سيناء مساعتها حوالي واحد ستين ألف كيلو متر مربع لكن عاد إحنا بنستهدف استصلاح ما يقرم من مليون فدان الدولة عملت إيه بقى هنا في هذا الموضوع حتى نعمل تنمية زرعية استكبرنا هذه المشروعات إن احنا بدأت فكرة إنشاء تاني يعني احنا كنا بنودي سيناء مية مخلوطة فكان عندي سهل الطينة فيها خمسين ألف فدان عندي منطقة جنوب الأنطرة فيها خمسة سبعين ألف فدان يعني عندنا فيه ربعة فيها حوالي سبعين ألف فدان بير العبد واحد وتمانين ألف فدان سروا القوارير المشروع يمكن ترعة السلام المفروض أو بنسميها نسميها ترعة الشيخ جابر فهذه الترعة طولها حوالي مية خمسة سبعين كيلو متر مربع هي وقفت عند كيلو خمسة وتسعين لم يستكمل هذا المشروع من هنا الدولة المصرية وفجود ذات الرئيس والأهمية الاستراتيجية أعتقد لما احنا شفنا هذا الكلام بدأت تتعامل فيه عندنا في المحور الأوسط بقت فيه سحارة سرابيوم عشان نودي من خلال محطة المحسمة نودي مليون وبيتين وخمسين ألف متر مكعب مية معالجة دي للمحور الأوسط عشان نستصلح في حدود من ستين لمائة ألف فدان في هذا المحور الأوسط اللي هو في اتجاه الإسماعيلية تمام عندنا بقى لما نقول ترعة السلام وعملنا أكبر محطة معالجة للصرف لأنه بقول لك كنا بنود مية مخلوطة مية ملوثة واحد ما تصرف مع مية مية بتتخلط مية من النيل وبنغلطها بنسبة واحد لواحد وبدون أي مشاكل فهنا الرئيس قال لا خلينا بقى نود مية ونعمل زراعات نظيفة ودبقى سينة هي الأرض البكرة تستمر أرض بكرة فهنا تم إنشاء أكبر محطة يمكن دخلت موسوعة جنس اللي هي بخمسة ستة من عشر مليون متر مكعب عشان نستصلح الربعمية ألف فدان ونكمل لحد ما نصل إلى منطقة اللي هي سهل العريش في منطقة المزار والميدان ودي في حوالي 33 ألف فدان والسر والقوارير حوالي برضك حوالي خمسة أخمسين ألف فدان فأنت لما تبص في كده يبقى أنت بتصلاحي النهاردة تم استصلاح فعلي فوق الميتين خمسة أو ستين ألف فدان طبعا في استهداف في مشروعات لما نبص لسينة بقى زمان تتكلم كده هي سينة فيها إيه؟ ده فيها خمس محافظات خمس محافظات عندنا برصعيد والإسماعيلية وعندنا السويس ودول واخدين جزء في شرق القناة والجزء الثاني لها شمال سينة وجنوب سينة فلما نقول إن المشروعات الزراعية فيه في شرق القناة في الجزء ده كله جنوب الأنطارة خمسة أبين ألف الدم استصلاحها بالكامل منطقة سهل الطينة الخمسين ألف الدم بالكامل عندنا فيه الرابعة وبير العبد دولة حصل فيهم استصلاح واستزراع بالكامل فطبعا عندنا المحور الأوسط دخلين فيه في مشروع تنمية على أساس أن نزرع فيه وديبقى عندنا كمان محطات داجنة ومشروعات دواجنة ده اللي هايزين أسأل حضرتك عليه لأنه مهم جدا نوضح للمشاهدين إنه بس الموضوعش مقتصر فقط على استصلاح أراضي بيش أراضي يعني فيها محاصيل هي مشروعات خدمية خدمات زراعية وتصناعية متكاملة بيتها بالزبط يعني عايز أوضح للناس إنه هو أنا بيش بس بزرع لا ده أنا بعمل مصانع وخدمات زراعية وغيره فأكتر من المنطقة شفت الدولستك الوقت الهدف الأصلي إيه أنا النهاردة زي أقول لك سيناء كانت مهجورة تعارف أنت ألفه به وجيم وأنت في الآخر كانت تتحركة بتاعتك محدودة فأنت النهاردة النهاردة لما تيجي تعمل ترفع عدد السكان النهاردة إحنا وصلت سيناء عدد السكان في سيناء تقريبا إلى أربعة مليون الزراعة هي الوعيدة اللي فيها كسافة عمالة العمالة من الأيد العاملة البشرية معها التصناع الزراعي بيزود فرص الحمل اللي بعاها فأنت النهاردة لما هتزرع أرض يبقى أنت بتوطن ناس بتعمل مجتمع زراعي موجود ويمكن إحنا عايزين نقول نضيف أكتر من هذا الكلام إحنا كان عندنا تم إنشاء أكتر من 18 تجمع بدوي 18 تجمع بدوي الأخوة البدوي اللي موجودين هناك وفي نفس الوقت أكتر من 4000 بيت ريفي ده موجود بخلاف المدن اللي هي بتتعامل عندك في ربح أو في بير العبد أو في السلام أو في شرق اسبعالية أو التنمية السيحية اللي موجودة كل ده كسافة بشرية يعني أنت نقول إن نسينا لها مقومات التصنيع الصناعة الصناعة الزراعية أو الصناعة التعدينية فأنت عندك أكبر مصنعين نتحملهم للجرانيت والرخام دهما واحد في المحور الأوسط في الجيف جافة والتاني في راس صدر فطبعا أنت بتتكلم هذه مشروعات مشروعات الأسمن الجامعات والتعليم فأنا النهاردة الهدف إيه هو رفع حياة مستوى المعيشة رفع الخدمات طب أنا النهاردة عشان أعمل خدمات أعمل إيه فالزراع عايز إيه الزراع عايزة مية وفرناها مية بشكل كويس عايزة كهرباء ففي تنبياء ده حصل بقى إزاي وفرنا المية بشكل كويس إزاي إحنا كان عندنا مشروع تصلاح 700 ألف فدان ده إزاي قدرنا نوفر أو الدولة إزاي قدر تتوفر المية لري المهم هذه المشروعات لما بنقول إحنا الوقت إحنا عندنا خطة أساسية في الدلتة بتتعمل اللي هي مشروعات تطوير وتحديث الري إن أنا أقدر أدبر مية عشان أستصلح أرض جديدة النهاردة في نفس الوقت إن أنا بدأت تأخذ الماء اللي كانت بتترمي في بحر المصر في بحر البعر فدي كانت بتترمي في البحيرة انت خدتيها وعملت لها معالجة لأن أنا كل فدان عشان هستصلحه أنا محتاج 5000 متر مكعب مية فبالتالي جمعت كل مية الصرف زائد مية النيل اللي أنا بوفرها من عمليات تحديث منظومة الري بجمع كل هذه المية عشان أقدر أدبر هذه الموارد المائية فبقى عندما أنا أقولت كده في محطة المحسمة اللي موجودة بتتدار تديني مليون و52 متر مكعب يوم محطة بحر البعر 5 و 6 من 10 مليون متر مكعب يوم الكمية دي من المية زائد عندي مجموعة من الأبار زائد حصاد الأمطار اللي موجودة وانت عندك سحر الشمالي في العريق من العريق في سينة كله دي منطقة ممطرة فطبعا بتعتمد على المياه الجوفية وكانت الزراعة في العريش كل الأمور دي كانت بتعتمد على المياه الجوفية فانت هنا تنمية هذه الأبار وحصاد الأمطار بتساعد كجزء من منظومة توفير مياه لمشروعات الاستصلاح فلكن فأنا بقول أن أنا محتاج مياه بأدبر مياه عندي بأدبر كهرابة طاقة كهربائية لأنه لو ما فيش طاقة كهربائية ما فيش تنمية طرق وخدمات فشوف حجم الطرق النهاردة عندك محاور تنمية تلات محاور أسيين لتلات أنفاء كبار زائد عندي أنفاء كبيرة حولت المياه المياه اللي راحل سنة دي منين؟ من خلال الأنفاء والأنفاء دي تحت قناة سويس فالبنية انفرس راكش فالدولة هنا حطت في خطة لثمان سنين اللي فاتهم أكتر من استثمارات فوق السبعمائة مليار جنيه اتحطت عشان تعمل كل هذه المشروعات سواء كانت مشروعات صلحة الأراضي أو محطات أو طبطين الترع اللي موجود عشان تنشئ هذه المشروعات محطات المياه كل الأمور دي الهدف الأساسي هو إيه؟ أن أنت تعمل زراعة عزيز زراعة بتعمل إيه؟ بتغطي جزء من احتياجات سكان سواء كانت محاصيل استراتيجية أو جزء من المحاصيل التصدرية يعني النهاردة لما بنقول سينة تتميز بإنتاجها من الزيتون أو زيت الزيتون الزيتون المائدة أو زيت الزيتون وأعتقد الجودة بتاعته على مستوى العالي زائد عندي من الخضار والنباتات الطبية والعطرية ده بحقيقة دكتور علي الأمن الغذائي وكمان بيبقى فيه فائد للتصدير طبعا ده الهدف الاستراتيجي ده بشكل استراتيجي طرق الزراعة في سينة كمان يعني إحنا بنشوف توجه دلوقتي من وزارة الراي ووزارة الزراعة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في ترشيد المياه طبعا وإحنا شايفين مشاريع كتيرة جدا فيما يتعلق بترشيد المياه واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في الراي وحادتك أستاذ متخصص في المياه عشان أوفر هذه المياه ويبقى فيه كمان زيادة وكفاءة انتاجية للمحاصيل الزراعية إزاي بنطبق هذه التكنولوجيا في سينة إحنا نمرت واحد يعني الكلام ده مهم جدا وأنت حطيت إيدك على اللقطة مهمة جدا هو منظومة الراي أنت ما تقدرش تستخدم في الأراضي الرملية الراي بالغمر بقى الكلام القديم اللي حالفش تغلبه في الدلتة فأنا بستخدم نظوم الراي حديثة فنظام الراي الحديث سواء كان نظام الراي بالرش سواء باستخدام الفيفوت أو بالنظام الرايش السابت أو المتحرك أو نظام الراي بالطمئيت أو نظام الراي اللي هو بنسميه المطري كل دي نظم نظمة راي الهدف هنا إيه؟ رفع استخدام كفاءة الماء فبالتالي برفع كفاءة الاستخدام لفوق 80 أو 85% وبالتالي أنا هنا بضيف ماء طبعا لها أهداف كتير جدا ومرضود اقتصادي كمان حتى على المنتج ان انت بتضيف أسمدة بالكميات اللي انت عايزة دون إهدار للأسمدة ان انت بتوفر في الطاقة اللي موجودة ان انت بتشغل بمنتاش مفيش إفراط في استخدام الماء فبالتالي أنا برفع الكفاءة من 50% لـ 85% يبقى أنا بوفر ماء بضيف سماد في نفس الوقت أنا ما بشغلش مساحات أخرى في بسميها الأوني والبوتون وكل هذا الكلام ان أنا بعمل تأقلم مع التغيرات النخية النهاردة لما أنا بضيف ماء عند الكميات مطر جاية في المناطق دي أنا بقلل استخدام من الرأي وبوقف تشغيل الرأي السطح العادي لأن فيه مطر طبعا أنا لو فيه موجودة حرارة أو موجودة بتاع أنا ببتدي أشغل في التويتات اللي أنا عايزة وبالتالي فيه أقلمة في نفس الوقت إن المحاصيل ما بتتلافش يمكن حتى يمكن كانوا بناخد الخبرات زمان من أهالي العريش في الزراعات لأنهم خدوا خبرات يعني خبرات اكتسبت في فترات معينة وكانوا بنقلوها للدلتا اللي هي الزراعة على الرأي بالطرقية وممكن هم كانوا أول ناس اشتغلوا في الطرقية إخوانا وأصحابنا يعني العالينا في العريش هم دول كانوا هم الجايد في فترة معينة وبدوا ينزلوا الدلتا ومنزلوا المنطقة الصحراوية على طريق سكدرات الصحراوي هم كانوا بنقلوها هذه الخبرات فهنا استخدامنا للتكنولوجي والسمرت أجريكال شرور للزراعة الحديثة فأنت النهاردة بستخدم الموبايل وبستخدم التكنولوجيا الحديثة في إضافة المية وتشغيل المزارة فطبعا أنت بنهاردة بتشتغل بنظم من حيث سلتها الآخرين فممنوع رأي بالغمر الحتة الوحيدة اللي فقى رأي بالغمر هي منطقة صهل الطنة بحكم أن الأرض طنات إلى أراضي ما فيها ظروف ملوحة فبتعمل عملات غسيلة وبتبتد تستخدم لكن جميع الأراضي سواء في الأنطارة أو في شرق الإسماعيلية أنا عايز بس كده أذكر لحد 2014 2014 كان عندنا قرية تسمى قرية الأمل يمكن سيادة الرئيس قال القرية دي من كذا وتمانين قعدت مهجورة هو الوحيد اللي قال لا كده قرية ومشروع استصلاح 5000 فدان سبتوها أكتر من 15-20 سنة ما بيشتغلش المشروع فأعاد الأمل لهذا المشروع ورجع المشروع وشغاله توزع على الشباب الخريجين في قرية الأمل وبتستخدم أحدث تكنولوجي في عمليات الزراعة والري فطبعا أنت النهاردة استخدامك للتكنولوجيا الحديثة ومن حيث انتهى الآخرين ده بيساعدك على إدارة المنظومة الزراعية وفي نفس الوقت هو بيرفع دخل المزارع لأن أنت بستخدم كميات مية مع محاصيل وفي تكيف أن أنت بتستخدم الفكهة بتستخدم الخضار فبتنتجها تحت نظم رأي حديثة بتستخدم مستويات منقفضة من التسبيد مش هتستعمل من الإفراط في عمليات التسبيد فالزراعة الحديثة أو التقنيات العالية الأراضي الجديدة منها سيناء أو في أي ماشرعات استصلاح أراضي أخرى طيب نتكلم على الأخص على سيناء والوضع الموجود بالفعل بالذات للمياه في سيناء بعض الأماكن بتكون فيها المياه حلوة لو بنتكلم عن المياه الجوفية بعض الأماكن الأخرى بتكون فيها المياه الملحة إزاي تم استخدام تكنولوجيا مختلفة لاستخدام المياه الملحة برضو في الراي وإزاي تم التعامل معها وبالفعل ده تجربة ونجحة وإحنا شايفين أنها بيتمثل يعني طبعا لما نكلم فيه إحنا عندنا يعني التركيب المحصولية مرتبطة بملوحة المياه الرأي وملوحة التربة فأنا لما باجي أعمل سياسة صراعية أبتدأ أشوف مستوى ملوحة المياه ومستوى ملوحة التربة وابتدأ أشوف إيه المحاصيل المناسبة لهذا الكلام فالنهاردة عندنا فيه تقنيات حديثة النهاردة بنستخدم النانو يعني كجزء من تحليط المياه في وحدات وده بتقدر تعادل ملوحة المياه في نفس الوقت ده أنا بضيف بعض المواد العضوية اللي هي زي الدبال الأحماض الأمينية كل هذا الكلام خلينا بدأت تتحمل استرس وبالتالي تبتدي تشتغل على هذه المياه اللي فيها مستوى ملوحة أنا عندي زراعات زي الزتون والنخيل من المزراعات اللي بتتحمل شوية في الملوحة عن المحاصيل الخضر والحاجات دي فطبعا هنا التركيب المحصول فأنا النهاردة لازم أبتدي أشوف مستوى الملوحة اللي موجودة عندي أربط بيها التركيب المحصول المياه مستوى كواس جدا استخدمها كل المحاصيل بلا استثناء تبتدي تزيد فيها الملوحة بالتدريج أبتدي أشوف التركيب الملأمة لها إيه من هنا هو ده الأساس في استخدامي لنوعية المياه اللي موجودة النهاردة فالمعالجة والتكنولوج وتحليط المياه ويمكن احنا بنقول لهم محطة المحطة المعالجة بتاعة بحر البقر بدأت تزع جزء جدء جدء من الأملاح اللي موجودة زائد وترصب جزء من الأملاح الأخرى في صورة أملاح عضوية أخرى فبالتالي بترفع من كفاءة ونوعية المياه وبالتالي يبقى هنا في الآخر ما فيش أي تأثير أو على النبات أو دامج على المحصول اللي بتزارع كمان في تطوير بيحصل في بحارة البردويل تطوير مهم تمام هذا كويس جدا مهم لأنه فيه كمان مينة مينة البردويل مينة البردويل وفطور سينة كمان وحفظ السمك وإنتاجه وتغريفه ده مهم جدا للتنمية هو ده جزء اللي هي ما احنا بنقول أن الزراعة فيها يعني هي مسلس الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني والتصدير الزراعي الزراع السمكي والإنتاج السمكي ده داخل في المثلس اللي هو بتاع الإنتاج الحيواني صحيح في البرد ده احنا عندنا خلي بالك في سينة مزارع كبيرة جدا مزارع طبعا شرق برصعيد ودي فيها أكتر من خمس تلاف يعني ما يقرأ من ست تلاف حوض وأكبر مزرعة صحيح مزرعة الفيروس لإنتاج الأسماك ودي يعني من الحاجات الحديثة اللي اتعملت عندنا جزء تاني بنتكلم فيه اللي هو بحيرة البردويل بحيرة البردويل طبعا كانت كانت مهملة لفترة طويلة صحيح حصل تطهير للبحيرة تم يعني البواغيز بتاعتها تفتحت والتهارت وبدأت يتعمل حتى كمان فيها اللي هي أربع قرى للصيادين تم في لفس الوقت في مطار البردويل عشان ياخد على طول التصدير السريع والمباشر للمنتجات الفخرة سواء البوري أو الدينيس أو الأروس كل كلام ده زي دي جنباري وقفص ده بالفخمة فطبعا كل الأمور دي انت بترفع القيمة المضافة بتحسن حياة الناس في الموجودين فالإنتاج السمكي ده موجود فيه أفص برضك في قناة السويس وأعتقد إنه إحنا عندنا محور كبير وإحنا محادش بتتكلم عليه هو محور تنمية قناة السويس محور تنمية قناة السويس من السخنة من خليج لحد برصعيد هذا أكبر مشروع وجوانب كثيرة جدا للتنمية في السينة محتاجين حلقات وحلقات تتكلم عنها في مختلف الجوانب الزراعية والصناعية والتعليمية والسماكية كمان مشكورك شكرا جزيلا لو وقتنا وشرفتنا طبعا لو وقتنا وشرفتنا دكتور علي إسماعيل أستاذ المياه والأراضي بمركز البحوث صباح الخير صباح الخير عليكم شكرا مشاهدينا خلصت حلقاتنا نشوفكم بكرا إن شاء الله شكرا